اشتركوا في القناة 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 اللي هو اه 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 من استخدام الرياكت من الباح شارتر سمع ان شاء الله لانه الموضوع اليوم المثل ما حكينا بدنا على فان الواجع احنا يمكننا اقوله خالص اعطينا هذا الموضوع البروبس والبرباريتي صحيح وخالص ورجحه ولا لكن لا يمكن انه يعني نتكلم عن المشكل السليم من باب اي و الرفعش ان شاء الله طبعا احنا اللي بنعرفه عن الرياكت انه يتم تنفيذه من خصائص اشي الان بي ام ولازم يكون على جهازك نازل الان بي ام وتنزيل الان بي ام مثل ما تقوله تفتح موقع نود جايس دوتورك تعمله دولوات بناء على الوكولاتيك تستيل المخصص لجهازك صحيح بعد ذلك بتفاعل عندك على مستوى سي ام دي او تيرمينال اللي هي بامكانك استخدام امر الان بي ام او ال اه نعم الان بي ام صحيح طبعا الان بس يتفاعل عندك هذا الامر طبعا احنا الان بي ام طبعا نحن لدينا هذا الفوردة يعني كان نفتح الور ويشدر السي ام دي بطل السي ام دي بعض الكاب ويبكاد اننا نسترهل كمان كيش هو السي ام دي مو بدأ اصلا بي اصكد نفس الشي كيف نفتح السي ام دي طبعا ببساطة لتحكي مثلا فايل مثلا او بنفس الفايل مثلا بهذا المكان مثلا تحكيله اللي هو اه تيرمينال 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 او نيو تيرمينال تبعا او بمغشك المختصر او بشكل مختصر صوت شفت كنترول واللي هي بالباكتك الحفل than سيكتب بنشاع عاد طريقسين اما بالادوات او بشكل مختصر طالي تمام الآن الامر اللي احنا اخذنا کا ام سلال وحملنا انشاء برجكت اه باستخدام ريات اللي هو احنا نستخدم ام بي ام سوارة ينزل معها أوامر تلقائية فقط تحت التنفيذ ومن ضمنها الرياكت تمام؟ فإحنا الآن ببساطة ما بدنا ننزل أي شيء فقط موجودة عند الرياكت لكن لماذا؟ نحكي أن بي اكس أي نفذ أن بي اكس في عندنا قد يسمي create slash a dash create and create react هذا أمر بحد ذات ثالث تمام؟ create react يلطرق داش أمر بي الصدر تمام؟ الآن هذا أول شيء نفذ create react app اسمي الأمر بدك تسوي سميلي بالذكية فلن تقل مثلا project 1 أو مثلا test أو أي شيء تمام؟ test 1 test 2 بالذكية فلان انترنا نتضار إن شاء الله بشكل سريع ننضار بشكل سريع إن شاء الله بكل مزلو تمام إن انتظار من زمان ثوان وبيبقوا وبيخلص ممتاز من نلاحظ الآن إنه إيش انتهى؟ وهو عملية الأمر اللي احنا نفذنا البعض بننشاء create react app لو نفتح الفولدر خبعنا smooth test أنا سلمي له test صحيح يعني أنا الأمر اللي مرفذت قمت بتنفيذه لو نلاحظ كان smooth test فأنشاء الفولدر smooth test بناء مع اسمي البروجكت ممتاز الآن وين هذا البروجكت ننازل؟ بنفس الفولدر اللي كنت واقف عليه فأنه لو نتفرج على path إلى مكان التنفيذ الأمر إلى هذا المكان معا؟ فالآن يتطلب مني إنه أدخل على هذا البروجكت تقوم بتتنفيذه صارع؟ إذا بدي أسامي أي شيء جديد لطينا انتكرة فإحكي لك إنه السيب تبدأ من run على هذا يعني نساس تم تنفيذه على local host وتكلمنا عن هذا مموع كثيرا شاء الله كثيرا نلاحظ إنه عندي هذا البروجكت الآن لو بدي أفتح هذا البروجكت ببساطة بجي أحب local host تمام؟ على اسم هذا الفولدر تمام؟ أو خلص هذا local host تم حجز اللي هو هذا المكان طبعا آه اللي هو ثلاث ألاف وثلاثمية ثلاث ألاف كوبية لدعا أول شبي بدالا آه لسة 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 مانفذنا لسة ما نفذنا لسة ما نفذنا لسة ما نفذنا فقط نفذنا للنصا نسوا شئ سمع؟ لا نسى ثلاث ألاف هادة لنمي لننصي لا خدش الله انسى انسى هاد الثلاث ألاف لسة احنا ما نفذنا فقط كرياتنا تمام؟ كرياتنا الآن يتطلب مننا اللي هو عمل ايش? run صار لدك؟ كيف نعمل run مثل اتفاثنا؟ احنا الاسم مدخل ناشي لازم ندخل من سماسك ندخل على اسم هذا الفولدر نحن اقفنا الان الو كيف ندخل الو cd اسمي الفولدر كان ايش تست ممتاز الان دخلت الان يتطلب من اكيد لازم تعمله ايش اللي هو npm امر اسمه npm start بهذا الطريق تمام npm start هو اللي بيحكي لك الان اشتغل الفولدر سبعك طبعا مو بيحكي لك الضبط اسم الport والمكان وتفوت عليه انا شنيني الوكالهووس فو مي سبع عشرين دو الزيو بتزيل يدو تسوع تكلمنا عن هذه الأمور الان بمجرد تعمل وران الان عمد راه بعد الران باشارة المو بيحكي لك ساكسسفل هو الى الثلاثة لاحظ مثل ترتيبات ومشار لان معنى وهذا هو الو المقدار الاساس ممتاز تكلمنا بذرو راود نتكنم فيه طب الان ما بعد ذلك بشكل سريع طبعا بشكل سريع ان كل هذه الأمور تكلمنا فيها طير هاذو الو المقدار تقوم بانشاؤه هذا هو ممتاز هالملف node.وديوز هذا البابليك فى السورس كله فصلنا هذا لكن الفكرة في عندي انا باية بفولت وممتاز وكل عادي شو تسمى ايش هذي الفايلات اي فايل داخل السورس شو حكيانا يسمى موتيوز قبل ملف javascript حكيانا ان خلص اي ملف جابا سكريب في امبورت او اكس بورت بدلا ما تسميه منف سكريب سو يسمى موتيوز قبل انه بس يداخله امبورت او اكس بورت اصلا ترابط زم ما حكينا منفات دابلو اللي هو الوديوز كان موهئة وربارة عن كثير من الملفات javascript ومترابط ما بينها وعرفناه بانه هذا الاشتراه وسمى الموديوز تمام طيب اذا اكملها في موديوز عندي وهذا واحد اذا اثنين طيب ممتاز وبان هذا باية بفولت بشكل سريع احنا تطلب من الامر احنا بامكان نانشاء موديوز يعني موديوز الهيد فليكن مثلا اي اي شي ينابنا ايا ما في مشكلة تمام فليكن مثلا هذا الموديولز بندنا نسوي مثلا المعيش يعني عالقنا تعملków تعملków او موديولز متعملق مثلا في في الال nos hangsオ او غيره مثلا فليكن هذا الموديولز يتعنق في أن ال Components اللي داخليا شو ت unpredictable ال Components اللي بداخل العلاقه باللائق של THE 팔 مثلا انا بدا اسوي Competence Pokemon matحن ups Kris약 ما تكلمناه انه عندي طريقتين اطريق باستخداء اما تنشيه class او تنشيه function صحيح. باستخدام بسجل سريع هذا function تسمي اسمه function دقيقة ربطه اذيك. هذا الفنكشن الله اوك رجل الله. هذا الفنكشن مهلا انا على مستوى احنا كنا عاملين اللي يديه آآ شاشة بسيطة لكن احنا بس كن بغض من مراجع. تمام? مثلا هذا الوغن. طبعا احنا من مشاعي كنبعة يجب الاول ويسمى من الكمبوض يكون كابه سلتها. كلمنا لهذا الامر. مثلا هذا الوغن بيج مثلا اوه يقشي. صفحة الوغن. الوغن بيج. هداك عامل سوى اسمي الفنكشن تمام? وهذا الفنكشن آآ يعني اللي بيقوم بيرجاعه عاملين تريت ساعي. والريتين اللي بيقوم بيرجاعه اللي هو على صيقة اللي ها آآ الي ستريكت سموود او جي اس اكس هاري. تمام? احنا بهذا المكان مثلا تحكين انت سويت وانجازت تشويت وقب كل ذا اكلمنا في آآ اللي هو مثلا اه اه اي تشوى ويلي كبتو لغن بيج باس نبتو بمشكل سريع. اتبعا ويلي كبتو لغن بيج. لوق. ان بيج. تبعا? طيب. الان مخطو الثاني لازم نعملية اكسبورت. والاكسبورت. اه في طريقتين اللي هو من ما تحكي اي 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 سبورت مباشرة حكيناه كمان الفرغ ما بين هاد الشي كما الفكر انا انا باتكرم بياذا اهمور بشكل سريع عشان يال يأخذ موضوع زديد ما اما اما يكسبورت بهادا بشكل مباشر لكن اذا هاداك النادية من منفر الاندي كيف رفتم الاندي لجيس تعطيب عن انتي بوينت كيف رفتم ان انتتي بوينت هذي اللي بكون فيها رقيق اي اي دوم هذي هاي هي متكون انتي بوينت. طيب الان فرص هذا الاب مردية الاب ان نستدعي الشيء الجديد الذي نقوم باستخدامه وهذا هو الذي كان اسمه Login page. شو منحكي له? import. لنعملنا export إذا منعمل له import. Import me لل Login page لح تطبيقه بالخيارات وعرف للمساق. بهذا المكان أنا بدأناتي اللي هي Login page. ممتاز. هذا Login page يمكنك تفرض على وعن عنا سنة أمجة بال Login page. ممتاز. طبعا هذا الخطوة طبعا نحن على مستوى Login. إيه Login.js هذي. نحن الـ Components إما بالـ Function أو باستخدام الـ Class طبعا باستخدام الـ Class. ومثلا نفسها باستخدام الـ Class كيف؟ الأمر بغاية البساطة. البساطة كيف تعمل باستخدام الـ Class؟ باستخدام الـ Class بسميه مثلا Login page نفس الـ Class لكن باستخدام الـ Class. تمام؟ Login page نفس الـ Class. تمام؟ لكن هذا يتطلب مني ، فمطرد مُوا. القيام بإمكانك القيام بإمكانك القيام بإمكانك قمبوننط إلى there. علي من خلال مُوا. Shut the concept . فأذي يحوله يتطل� lugares و它بما بإمكانك القيام بإمكانك قد استخدام الـ toma jar من الـ quaisasy ي sat on Republicans. هذي الـ من وين ؟ من الرياض. استينت فرمد. رياض. اي هاو هذا الستينت. اه كمبوننت هذي اسمه كمبوننت. ماذي الكمبوننت ؟ فالان هذي يبقى فالان بالداخل بقول له ايش اللي هو عندي انا ريندر تماما? هذا اه هو وليت الان در. طبعا هذا المكان اسمه ريندر طبعا الفيادلسة نتعرف على ايش اسمه الموليتيرينج اللي هو اللايب ساكيلوس كمبوننت لما وهذا اللي لا تتكلمني فيها جيله ان شاء الله ربعا هذا وشو عندنا درسين جيله ان شاء الله وفيش ليسه يكريه اخر سو نصحي لديد الماونط مثلا كوبونت ديت امونت ديت اوب ديت تمام انه بس مثلا تعمل ابدية جديدة للكوبوننت يمكن استخدام هذا نفس الطريقة يعني بس ايه اشما مساعد او مثلا او ديت مثلا مو كوبوننتي خصاصي. ممتلاً ماثلاً ماثلاً تم أغضاء كومبوننتش. كل هذه كل هذا ببي بي 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 سي. هذا الاشتراكي. نتكلم عنه لاحقٍ. لكن احنا الفكرة بشكل سريع. نفس نفس الكمبوننتي نسوي لكلاس. فقط ماظ مراجعة. نعملنا هاذي الكمبوننت. هذا هو. قال بعض الشيء هذا. طيب نجي نعمل سيف. اه. الان فقط اللي هو اه بحكيني في انه انا منادي الانديكس اب في هذا المكان. مناديها. لكن انا مش عمل لها ايش اكسبورت. فقط يتبقى مش بس احكيها اكسبورت للسرية. اهدي اكسبورت لهذه الفنكشن. لهذه الكلاس. الان راح الارور. راح الارور وهي شرطان معي بمية على نفس هذا الجاس اكس. طبعا. او قبل كنا نربطه مثلا النادي اللي هو الرياكت الواحدة مثلا هيك الرياكت. بهذه الطريقة. اه النادي اللي هو اه الرياكت. رياكت. تمام؟ بسرط الرياكت. بهذا المكان نحكي له الرياكت دوت. دوت كمبونت. نفس الطريقة ما يفش كريه ان شاء الله. معه نفس الشي. نادي الرياكت او تنادي الكمبونت بباشرة من الرياكت. طبعا. نفس الطريقة ان شاء الله. طيب الان. هذا الاستخدام الفنكشن او دوت كوبونت. وقلنا انو ايش فيه عندنا انو في بعض الاشخاص سأل. انو ليش طب شو الفائدة مش من استخدام الكمبونت باستخدام الفنكشن. وليش من استخدام مثلا دعنا باستخدام باستخدام الكلار. ايش فيه طريقتين طبعا. هذا الشي يعني لغو اجابة واجابة ما راح يتخيلها امكاني بجاوبك بشكل مباشر. لكن تخيلها ما راح في الدرجة المتتصلة لك المعلومة. وميش هذا هذا في البدنيات. احنا الاصل متصلة لك المعلومة تانا. عشان اجاوبك على هذا السؤال. بدأت اجدل شوي اجابة السؤال هذا. لا اقل ما بدأ اياني تقرر في بالت ان فيه طريقتين. يعني بس لو الترميح بصير يعني احنا في اشي يسمع عنا اللي هو وفيش اسمه مثل بس مثلا يعني اه يعني مثلا كانك موجودة هذه الكمبوننت فاش انا بلت على اه راوتر زديد واكتفت هذه الكمبوننت اي عمل اي ما? يعني اتدمبرت او مثلا اكتفت. تمام? ممكن انتم تنادي او تقول بعمل شيء معاية مثلا مثلا عند اه اه هذي الكمبوننت مثلا لما يصير مثلا اه او تم تهيير علينا شيء معاية. او مثلا انا اماطفة ايش في بعض الكمبوننت. او اول منادات تعالى قبل ما استدريها يهو منادات الكونستركتر اي 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 شوري تمانية انو بنفس اسم يهو اه الكلاص مثلا يصير اشي معاية. ترجعين لكل عامة نتكلم فيه بالتفصيل بايد اللي اتعالى. تمام? قراصل نتكلم فيه باعنا في الطريقة الورة في طريقتين. انا نخلي ايش يكون عندك انت معلومة بديها تصلك انو طريقتين استعدامكم بورا. طيب تمام الان ما بعد ذلك تعرفنا على الراوتيق ما بدنا نعيد هذا الموضوع انو تكلمنا فيه. تكلمنا في الراوتيق بدنا ستتعمل بيبورت الراوت من الانبيان من استول للرياك دوم صحيح؟ نجي رياك دوم راوت. ثم بعد ذلك ننتي راوت وهي تتكون الراوت من لينك ثم راوت والروت والروت فيها ثم الروت. وتتعمل مثلا لينك معين او تعمل بنادي كنفرات معينة البناء على هذا وهذا تكلمنا فيه بالتفصيل ان شاء الله. طبعا احنا في المحاضات الاخيرة تعرفنا عن شيء ايش يسمو البروس. اي ان انا من خلال هذه الكمبوننت. اه لما اناديها في مكان ثاني في مكان اخر مثلا وين انا اضرق المكان المنذى فليكن مضوط الانديكس في هذا المكان. صحيح? اذا اه المقصود بهذا المكان امنو هذا اللي هو البراند لهذا الكمبوننت الشايد. صحيح? تمام بس عشان نفرم اتخذ الانديكس فقط لمكانة فاخنا على سبيل المثال نعمل بشكل سريع اللي هو بنفس اللوغين الري بيتش هذا. نسوي كومبوننت سريع نسميها شايد لوغ ان. يعني انت داخل اللوغ ان. ذاكي بظيف اللي هي بالداخل اللي هي يعني العمليات البوتونة وغيرها مثلا ما فيش كريه. تمام? مثلا نحكي له مثلا نحكي له tera مثلا ماذا كرين او مثلا تكون المجد حتى او مثلا يكون في موجود ايولز اخر ما فيش كريه بالاخل. مثلا لسا. عندك صفحة ثانية او مختلفة ثانية. مثلا لغون دوت جي اس. صحيح? لغين دوت جية اس. وبهذا المكان تمام? نحكي له مثلا فانكشن بالطريقة فانكشن. اا نحكي له على سبيل المثال اللي هوه loغ ان المشار معين. وبدأ داخله الهذا الشايد احنا بدي نوبدي مثلا احنا اه بيع الشيء من داتا يمكنه مش بس ينادل لإدعاء الكمبوننت يمكنه كمان أثناء الاستدعاء أن نقوم بإستدعاء القيم وهذا الشيء كثير غيم تماما كيف بهذا الشيء كيف هذي تعرفون نفسي أنه شيء سموت طبعا مكان انشاء البروبراتي وين له داخل المكان الاسدهارنس اذا وين ما كان الاسدهارنس? مثلا فاليأكلي هو اوه هاذا المكان هذا المكان اه هو هانا هذا والاتبار اللي هو اللي هو الاسدهارنس لهذا الاسدهارنس. لحن ما نسوى شاط بهذا المكان و اوه거든요 شاط المثلا فيها مثلا بسيط او اي اشيء يدل على انه احنا استخدنا اугول ادينا امناداات اللي هو، اي اه الاسدهارنس لهذا الاسدهارنس texting اسدا يعني دلبي bakety هاذا بخلال مثلا مثلا اتشتو بهذا السريع الطريقة مثلا اتشايد كومبورة تمام? طب هذي هذي التام بعملها عاكينا نعملها اكسبورت بشكل سريع اكسبورت والناديها في الوغن البيرة لعملها امبور في هذا المكان شو من النادي اللي هو الوغن اتشايد صحيح انا بدي انا ديها مثلا بهذا المكان ما في اشكالية هذا هو الوغن طيلا لما تكلمنا كيف احنا نوضيف الخصائص في تاقي البداية صحيح تمام بهذا المكان مثلا بدنا نوضيف خاصية احنا بدنا نرسل داتا معين يجب الإخوة من الــ parents للـ child. قلنا احنا باستخدام الـ props لا نستطيع نقوم بإخوة القيم من الـ parents للـ child سعيد فأنا مثلاً نجيب بعض القيم بحكي له بهذا المكان للـ child او Welcome child component مثلاً Welcome فيها مثلاً For Welcome مثلاً Welcome محمد أو أي شيء نير بعيد. وبهذا المكان ننضيف اللي هو النير. فإحنا شو بيلزرنا بهذا المكان؟ أكيد بهذا المكان زي نحكي له بنولدي بروبس. نستقبل بروبس بهذا المكان. وبداخل هذا البروبس فيها دوتس نير. إذا راح يكون أكيد بروبس اللي لديناها دوتس نير. طبعا النير غير اللي نجبناها. احنا قمنا بإرسالها. مثلا من من هذا المكان. طيب. انت شو اللي بالضبط. مثلا ارسلنا. مثلا تغير اسمه نير يساوي محمد. مثلا. هذا طريق محمد. ليش منودي من الفاذر او لا. طيب. بهذا المكان انا شغل بداخل اسم الخاصية. اسم الخاصية بردكم مثلا. اللي هي مثلا بروباريتي وان برو وان. مثلا نسميناها احنا مثلا عشان نتعرف انه بيمكن نضاف الخصائص بهذا المكان. البروباريتي الاولى. شو بده ودي فيها اللي هو. آآ هذه القيمة. اسمها نير. سمع? طبعا. فإذا هذه النام وين ذهبت للبروبس. صحيح? إذا انا كل الخصائص. كل الخصائص البرو وان هادو وغيرها صارت بداخل هذا المكان. إذا انا ذي استخدام البروبس دوت. هش هي البروباريتي الاولى. صحيح? انا سنجيب النام. سنجيبي النام كيف. مباشرة نجيب النام.имость اللي الاولى لانا قلت بنادار. انا دوت بهذا المكان دوت مرو. صحيح؟ انا شو بستقبل بهذا المكان الخصائص؟ اسم الخصائص oursم الخصائص الثانية. اسم الخاصية الثالثة بغضر نظر اسم الخاصية الرابعة. اذا القربك بتودي خصائص. من ضمن الخصائص بدي انا اي قصيبة بديها بالضبط هي قصية البرو باريتي وان. صحيح? بهذا المكان. بهذا المكان فرحنا الروض والكب محمد. نعم. جرية وكب محمد. اتناه الاستدعاء. فالموضوع في قائد البساطة ان شاء الله. وممكن كمان بكون عنا مثلا حكينا اوبجيكت اوف داتا. مثلا عنا مثلا اوبجيكت ومن ظني الداتا مثلا فلي يكون فيها مثلا هذي الأسماعة فلي يكون مثلا فيها اسم الشخص فلي يكون مثلا محمد. ما في ايش نفس الطريقة. انا بذل ما اوضل البرو باريتي واولى وديه الداتا كانت. فانا قمت بيرسال الداتا. وين? بهذا البروبز. هذه اسم الخاصية لبرو برو باريتي وان. البرو باريتي وان هي عبارة عن اسم الداتا والداتا هي اصلا اوبجيكت. فإلا استخدام دوت من بهذه الطريقة. إذن أكيد إن شاء الله الموضوع نفسه. شب زائل. تمام؟ إذا أنا شو بإمكاني أرسل من خلال البرباريتي أي شيء. أقلمني معي شيء. صحنا؟ زي مثلا أرقام، سترينج، أوبجيكت، فوليان، فانكشن، طريقة عمل معينة مثلا صحيح؟ طريقة عمل. يعني أنا مثلا بي ال 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 مثلا كان عند بوتن معين. بوتن. هذا بوتن. خلدي نسوي بوتن بشكل سريع. هذا هو البوتن. بسمه هذا البوتن على البوتن الغن helemaal على البون بواقش بها الطريقة. تمام؟ شو يسير بالضغط؟ بدي أسوي الي هو، هذا الفانكشن نقوم بإيش؟ التضغط بالحوال كله يرسل فانكشن فى مثلا كان عندي فانكشن. هذا الفانكشن شو بيسوي هذا الفانكشن مثلا باسمو باسمو سمو او بعمل على ال dumpار معين او يطبع بس إسمي او اي شيء. مثلا اه برينتز باسمي او اي شيء. مثلا مelles بهذه الطريقة. اسمو print name مثلا. وظيفة فقط يعني بالconsole او بالالرت او باين مكان يعني يعمل يعمل الالرت لمين لداتا دوت نيم. فقط وظيفة يعمل داتا دوت نيم يعني بدي يبطع لك الارت دوت نيم. طب احنا الفكرة هذا الفانكشن بإمكاننا نرسل مشكلة هذة البروباريتيس. بسي مشكلة. نحكو مثلا البروباريتي الثاني البروباريتي الثاني. بهذه الطريقة. هذا يعني ان شاء الله موضوع في غاية بساطة ان شاء الله. تمام? احنا هذة البروباريتي. اسم البروباريتي اللي نوديها بهذا المكان. اه اسميها ايش اه اني. هذة البرين سنية. في هذا الطريقة. تمام? هذة البرين سنية. بس لناها اه 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 سلالة. بشيك برانات سريد. عندي الطريقة. نائش. مضيف هذة الشهدين. شو سكرت البوز. البرينت اللي ايه عكسنا نخوص. دوك. بس اجلت لكرة المراجعة. حلو المراجعة. تمام ان شاء الله. هذة البرينت سنية. طيب استقبلناها مثلا بالجاس بهذا المكان. البروباريتي الثانية. البروباريتي الثانية. صحيح. يقولي البروباريتي الثانية هي عبارة عن ايش? عن فانكشن كامل. عن فانكشن كامل. يعني انا ممكن استعدادها هذا الفانكشن كامل. اه بس هذا الكوتر يعني قد نكتب فيه تست او اي شيء. تست عشان يظهر لنا. تماما? نعم. تم استدعائه مباشرة من فكرة. لاحظ. انه تم استدعائه. يعني اقبس على تست. هذا طبعا الفكرة على الاولي كليك هذا البوتر. اه تم استدعائه مباشرة. ليش? لانه احنا احنا في اشي يسمون له وهو وديكار ما استخدمنا بس ما عندنا ساعدة الفكرة. هذة رفرش. تم استدعاء هذا الفنكشن كامل بسيج دكرة. الان. اه التاليس تم استدعائه. لان احنا اصلا لما وديناه وديناك استدعاء. ما وديناك فانكشن. سعر? فعشان هنا تسويلي هذه المشكلة. فالان لان انه سيبقى ثانية. فالان عالي تست تلقى امور تمام. طبعا? انه احنا لما وديناه وديناك استدعاء جاهز. والاستدعاء اصلا يسوي لهذا الشيء. عشان يكتغر مد. طبعا? فالان هذا التست ودينا فانكشن هذا الطريقة تعمل. فاحنا بفكرة بالخصائص. مش بس بس نودي داتا. نودي داتا. نودي object. نودي arrays. نودي functions مثل ما ودينا الان. نكون نودي مثلا جي اس اكس بهذا المكان. ما في مشكلة. يعني الفكرة يعني كثير. يعني كل الاشتاء من كانك ان ترسلها. من كانك ان ترسلها. من خلال اه البروكس. كالخصية. لكن الرسالة يكون فقط في من البروكس. طيب. تكلمنا بذلك. الار. زي معناه جديدا. عمنا بمكان ان يتخير بعض الامور. يعني. احنا مثلا على سبيل المثال. ودينا ميسج معين. ميسج معينة. مثلا بيخلال البرو باريتي. ما? مثل البرو باريتي الاولى. البروان. لكن لا بي الميسج. طبعا. اه على سبيل المثال. اه ما كان فيه هداس. مثلا احنا رسلنا اه نو. ما? تقدر ترسل نعم. يعني ما فيه هداس. مثلا. ممكن احنا مكان الاستدعاء هذا. مكان الاستقبال. يو هادو برسلمي اياه وباستقبالي اياه. ولكم كذا. ممكن نحكيله والله اذا ما كان فيه داتا معينة. ما كان فيه داتا لهذا الشيء. ممكن تحكيله والله طلعني لهو الميسج الاخر. يعني احنا بوضع الطبيعي. تمام? لازم الاسم الشخص. ومش ظاهر لي يعني. ان لم يقوم باظهر. لاحظ? لا المشكلة ها مش عشان نعمدوها. دوتنا ما ارسلنا الاسم. ولا شو دوتنا ما هذا لتبش يمودي لي دوتنام. يعني مثلا ارسلنا اه لو هدا ان يجي بهذا المكان وركز مني ارجوق. اه دوتنا ما فيعني شو من البنوع. طاقة هي. تمام? نجي نغرسيب. والكام ما اظهر الاسم. طب انا مش من المنطق انو ما يكرش عني اسم. نقول مثلا اذا لم تقوم بارسال داتا. تمام? حالة تعمل النامع. تمام? ايه ايه اذا ما كان في عندي داتا. تمام? ممكن على سبيل المثال تقبع لهذا المسيج. مثلا تحكي نو نيم فاونت. مثلا تمام? نو نيم فاونت. هذه الطريق. تمام? الان هذا راحط نو نيم فاونت. ممتاز. الان طب ودي اسم فعليا يكون عندي اسم وانا هدي اه نو. احنا رسلنا نظم. تمام? لكن فعليا ودي اسم حقيقي. اه مثلا فريق ومثلا عندي داتا. يعني الطريقة. نية. ودي عندي داتا. الان ارسال الاسم. طب مثلا كان الاسم هو نفسه مش موجود عندي. تمام? لاحظ ونقطع لانه ميم فاونت. فممكن نستخدام هذا الشيء. لما يكون عندك مثلا ميم فاونت. يعني نستخدم مش ترجع اسمه مثلا. فيظهر لي هو تمام? اه. بها الطريقة. او اه مثلا يوزر نيم. مثلا او يوزر. يوزر مبان. تمام? يوزر. يوزر نيم. يعني شخص او انا نبص يوزر او اي شيء. تمام? لا يوزر فيه شخص اسم يوزر. الفكرة اه اللي لم يكن اسم في هذا المكان. يعني يكون الخيار التالي. الخيار انه اذا ما جبت لي اسم. تمام? اضغر لي هذا الشيء. اللي هو مثلا انيو نيو ميس. يعني اوزر مثلا. يعني اوزر غير معروف. طبعا? اوزر غير معروف. لكن انا مودي اسم سواء اذا اظهر لي. فانا ودي ما متودي ولا اسم مثلا. فاذا ما كنا سمع مننا سيف. ما انا ما تودي ولا اسم. طيب. الان انا نبص يوزر. مش معروف هذا المستخدم من هو. او قست يوزر او اي شيء. ودي لي فقط مبساطة مثلا محمد او اي شيء. تمام سيف. لاحظ اظهر محمد. فقط تحدث الاسم. بس منو ديليت او دهذا. مش موجود الاسم عندي. تمام? اظهر الان نبص يوزر. هذا المستخدم مثلا معروف. تمام ان شاء الله. فمثلا انا علي تستخدم متى? انا سبني المثال ان تخير ان لم يكون هناك داتا. انا تعلمها. اللي لم يكون هناك داتا. استخدم هذا الشيء. تمام? ان شاء الله يعني هو موضوع فضلات البساطة ان شاء الله. واصلا كمان حتى في هذا المكان دانا علم. المكانك ان تضيث اللي هو يعني اللي هو جس اكس عادلين. ما في مشكلة تمام? يعني ممكن تضع مثلا بهذا المكان اه تطبع مثلا على سبيل المثال اه اي شيء. يعني مثلا تحكيله. بهذا المكان. والله اه اي ضيف لي مثلا اسبل بسيطة. هلعم? بسيط تك tiempo تركتل بداخل مثلا لا فان دي chiسر او اي شيء. اي اي شئ يوسر او اي invent 회 مثل ما اخذنا من خصائص الكالور كممكن نضيفه كالكالور كستايل او غيره مثلا الستايل بهذا المكان يكون في هذا الكالور مثلا اه نتوبي في ستايل سمان احنا كذفة عندنا نتطلق كثير لضافة ستايل تمام بهذا المكان ستايل ممكن نضيفه كجي اس اكس تمام ان تستدعي مثلا اما خاصية ستايل كومبوننت او يعني بهذا المكان يعني تقوم باضافة اللي هو بالسطايل المعين مثلا تحكيهه مثلا color بهذا المكان بهذا اسا string بهذا الطريقة color بهذا المكان يساوي عندي مثلا red يضيقه بس ايش الفكرة النهاسب ايش يكون انت مستدعي بهذا ابجيب يستعملنك اي ابجيب بهذا الطريقة ستنا لازم بس الان ما بدنا ننزق ليه كمبوننت تبقى بدنا ننزيب كمبوننت تكلمنا كمان عن هذا الامر الفكرة اه انه على مستوى المستايل المستوى السطايل أو عمل أي سرع على مستوى الآسال ممكن في هذا الشيء بدك تتعلم طبما هذا الـ Components وهذا الـ Components وأشكال الـ Components وهذه إرسال الـ Props ممتاز والخصائص ممكن الـ Props ممكن نرسل منه خلال أيام الكثير من أشكال الـ Data ممكن ترسل مثلا قيمة String قيمة أرقام ممكن ترسل مثلا Function طريقة عمل ممكن ترسل الـ Components صحيح؟ ممكن ترسل أي شيء من مكان من مكان فقط علما إنه إحنا أصلا بإمكاننا الـ Data وقيمة من خلال الـ Import بس مش هذا الـ 2 لأن إحنا إحنا نتعامل مع الـ Components مع GSX صحيح؟ مع GSX فإحنا الأصل بالنسبة للـ Props إحنا إخوص عرفنا كيف هو الـ Props وكيف ننشيه وكيف نضيد وكيف نعدل وكل هذه الأمور إن شاء الله تكلمنا فيها يعني في غاية إن شاء الله البساطة وإن شاء الله يدد الكبير إن شاء الله تمام؟ طيب الآن شو الجديد من محاضرة اليوم؟ طبعا الجديد من محاضرة اليوم إن شاء الله إحنا لما تعلمنا الشائل الشائل الموجود المثل المنفات JavaScript تمام؟ بس إحنا كنا يعني كيف نضغير data كيف نضغير data كيف نضغير data والأصل برسالة data كانت بخلال إيش؟ من خلال parent لل لـ لـ طيب ليش أنا أصلاً بقدر أنسل data للـ طيب معم؟ ليش ما أصلاً تكون ثابت؟ لأنه إن شاء ملمث إنه إحنا منطقياً مش كل الـ data تكون موظيفة عند المشتعلين إنه في data مكثل بهذا المكان ومنف الـ JavaScript وشورة الموجود وبناء منف الـ JavaScript إنه إحنا أصلاً بإمكاننا بهذا المكان عمل Fitch API لشيء معين ونسرجع data من مكان معين صحيح وبناء عليه يضغير الاسم تبعام؟ فتفضل في الـ data من شكل لشكل آخر من شكل لشكل ثاني تبعام؟ طبعاً في بعض الأشخاص بس أنه بخصوص الـ 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 طبعاً نعم ما في المشكلة طبعاً نحن على مستوى الـ الـ مثلاً هذا حكينا مثلاً عندي هذا الـ بداخل هذا الـ ننضيف خاصية نحن على مستوى الـ فلنتقوم مثلاً اللي هو الـ هو شكل ثاني تضاف كـ فكرة تضاف كـ تضاف كـ ترسالة كـ سعر؟ شانيك ما زبطك معنى فالآن فالأصل يا مثلاً هذا المكان ما تضيفه color تمام؟ وقيمته مثلاً اللي هو الـ مثلاً وقيمته مثلاً ريت لو تلاحظ في هذا الطريقة مثلاً صار فظارة الـ لبعض الأشخاص ممتاز نعم وحتي أحسن تيوش فيه كمان يوسف كمان مدّنني أحسن تيوش يزاك الله خير تمام؟ اللي هو بهذا الطريقة الفكر ليس ما زبطاً أنه نأتي بديه كـ وممكن هذا الـ تكون وتعرفه أنت سابقاً يعني مثلاً خارج هذا المكان مثلاً نحن عشأننا فنكشن مثلاً بهذا المكان هو قبضر مثلاً معرف مثلاً الـ ماكي مشكلة مثلاً مثلاً بهذا الطريقة تمام؟ وهذا الـ هو عبارة عن وفيه مثلاً الـ مثلاً الـ قيمة تساوي مثلاً الـ يعني مثلاً ماذا نتكلمنا بدل ما تجاهد المكان الـ خلاص تحكينه الـ style dot color تمام؟ هذا الطريق تمام؟ طبعاً إحنا بهذا الطريقة إحنا ليش ما زبط كمان معنا اه 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 هذا الـ style كاملة بالنسبة لي اه طبعاً اه لاحظ ظهد هذا المكان طبعاً اهنا الـ color على مستوى الـ style دقيقة الله هذا الـ الـ وضطناها بهذا المكان يعني كل ما لازم يثني لا object لا لا يبقى هؤية هذه الـ style هي اصلاً اتوقعي أن لو استمرنا نتيجر قيمة الـ style نسيجر مثلاً style بإذاني الطريق قال الله العنيم يعني نفترض تمام نرسلناك يعني الآن نرسلناها صحيحة يعني هذي القرصين وهذه الـ style قمنا إرسالها اه شو المشكلة انا مش شايف في مشاكل انا مش شايف في مشاكل في بعض الاشخاص وانت في ملاحظات بسطايل لا لا يعني احنا ورسلناها سلاح في مكان اوه 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 انساني انا في بعض اسخاص في انا عشنا اصلا عملناها كوبجيت فاحنا الستايل كل الستايل بدنا نودي كل الستايل تمام كل الستايل معين نحن مش بس البيل الريد يعني بسايل دوت ليرد نحن كزي كأنك زي كأنك شو اللي سونا شيني ستايل دوت ريد شيني ستايل دوت ريد زي كأنك يود قيمة الريد وكأنك بذلك لهذا المكان بس هي قيمة ريد هلا نقبل شويش مش كانت تعيون على المحطة الستايل دوت ريد يعني زي كنا ضدنا وهذه الطريقة خاطئة تمام وهذه الطريقة خاطئة اما الا اذا مثلا على سبيل المثال ضفت بهذه الطريقة مثلا حكيت له بس يعني من معين هداعي يعني زي هيك مثلا حكيت له مثلا عندي انا على مستوى الستايل في عندي الكالر قيمة الكالر تساوي عندي تمام اللي هي الستايل دوت ريد هي ممكن تضبط ليس ما ضبقت معنى لانه ايش كنا ضيفين انا بس يعني بس مش كالقيمة كان له ستايل دوت ريد ستايل دوت ريد لكن اخيرها كالر قيمة الكالر هذا الستايل اقفقنا اشوفك كافية انه هو اصل ويف كان قيمة الستايل يعني كالر الا اه هذا هو اه يستاي هذه القيمة اضيف اضيف اضالك استرينج اضيف 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 التي ستريج ممكن سيء فادي ريد نعم انضاف اعنى لكن الان يعنى يحولها كقيمة ليسوا معنا هذه هذه وانه اضيف اضيف مانا دوت كالر نعم انا انا مصيحة وانا اه دوت ريد فقط فقط. طبعا انسى هذا الكذا انسى هذا الشيء يعني انسى بالفكرة يعني احنا اصلا بدك تستخدم قيم معينة ايما تود هذا احنا انت هذا الوجيكت كامل بس اذا ما بدك اياه كامل مثلا عند قيمة سمافونت. سايز مثلا قيمة سمافونت. سايز. وقيمتها مثلا هذه القيمة. معاش? بيكسل. اذا ما بدك كله قيم بدك بس الكالر. يعني من كانت تستخدم هذا الطريق. تشكيلوا مثلا بدي انا من الستايل فقط الكالر. تمام? فقط الكالر. او او ان اذا ما بدك تشكيلوا كل الستايل في الموجود معي اصلا ان تلا تسوي الستايل اذا غير ايش. لازم يكون ايش. ايو. لا يزم يكون وهم بلغوة رجع ماشي. لازم يكون ايش. اذا ما بدك تتكلم فيه بساكة. كان سؤال سريع يعني من هذا الاسخاص. كيف نضيف في ستايل. تمام? مش هذا الموضوع بنتتكلم فيه. بالماشي احنا نضيب وقت. تمام? وهذا هو اما اذا كان مثلا عندي اسم مثلا فكرة انا عادة بنتتكلم فيه. كان اسم شخص مضيب معني مثلا محمد. بهذه الطريقة. فالان يعني فرص اضغب قيمة محمد. ولذا ايدي ممكن نضيفها مثلا طريقة اجمل. يعني. يعني تكون مثلا هذا الاسل بهذا المكان. ينضيف عندي. اه اه مثلا هذا اه اه زي جي اس اكس بهذا المكان. از شو. هذا المكان تبقيده غالوية فيها. في بروبس. لكن بهذا المكان ذي فيها اه اللي نخصص لها مثلا. موقع style يساوي. بس هذا الاشي هنضيف في العلاس بكون في كائلة. يعني لا تعرف عليها كستيك تموت. بمسبعة وينشي. تمعه? مثلا هذا style في حال no user. مثلا no users. اما style 2 نسوي style 2 مثلا بشكل سريع. بس يعني الجاوب خاطنيني للموضوع style 2. يكون مثلا بدل ال red green. 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 وال phone size مكان اكبر مثلا 18 سنة غير يكون. وهذا الشيء ويني style يضع في هذا المكان. شكل سريع خلاص. هذا style. style 2. يعني اذا رجع اسم. فكرة اما. اذا رجع اسم. حطي مثلا هذا وهذه الداتر. تمعه? يعني بهذه الداتر. واضح ان شاء الله. ناخد. اما اذا ما كان في اي اسم او او اعادات المكان الارسال اصلا. اما كان الارسال مثلا نظر. او اي شيء منطقيا تم استقبار يا. اي شيء منطقيا تم استقبار يا او اعاد حطيت اذا deux ثم quantاكين يعني هذا يعني هذا يعني نشوف المشكلة يعني مشاكل في المشاكل على السلطية باني بس بس شلو تضيف تصيير باو انا بقول لشي المشكلة بس احنا لما ضيفنا سبان على مستوى السبان اللي واحدة فهو السي اس اس يعطي السي اس اس يعطي هذا كل سبان تمام ومش لهذا المكان بالضبط بس هون احنا اصلا يعني نضيفينها بشكل خاطئ كمان يعني احنا هذا البروبس بهذه الطريقة يعني كمان خاطئة يفترض اه هاوي انجليش شيدها واني احكي له هارش وليستعي ناظر يعني ان هذا ولكم كاناش باقرة مرة ثانية ولكم ولكم ايش ولكم واني مشكلة ارسل من داتا وقرب ارسل من داتا بالتنين تأجب هذا البروباريخ بالتنين هذا الاسبان هدو بستاني لا. شلو مشكلو. ما لنستي. مشكلة. الله بتستشوف ها. ما هذا المقساة اللي مرسة عنها. عن هذه البروبس. ما هذه البروبس. دوت. شايفة. اه. او ساعة ناكو مفتنة مشكلة دوت. اه. اطلاق. وان. او سمع. ما كان في هذا. كان في ايش. خارجيا كان في ايش. وهو مشاكل اكيد. طب. رجل يا انا. الان. ان شاء الله الامور تمام بس اليه ظهرت محنة. لا. لطيطة الله هاي. اه. ان في كوانجا. روبس. ما هذا الشيطان. ما يتسكير الشيطان. او عايز الكلام من هذا المكان. بس كان في واحدة اضافية. بس كانت هيك المشكلة. سمعه? فالان عادي. ويلكم نوع بوزر. والان طريقة الثانية. طيب. الان خاصة نتجاوز على الامر قص ان احنا نرسل اي قيمة. نرسل اي اسم. الان من السرعة. نحن نسكلم الوضع جديد باسم غروي. ويلكم بوحمة. طيب. تمام. ممتاز الان. اه. على مستوى الان. اللي هو اظهار الاسماء. المستوى اظهار الاسماء والتخيير. انا مثل ما تحكينا. هذا اللي هي خاصيتي بور هاتي او. ما ان لم يكن مقطوط فيها ان لم ترجع دات هالما هي التعني فيها. ان لم يرجع داتا. من خلال بروبس انت ترسل فيها. لا والله عملي ايش والشكل الثاني. الشكل. الشكل هذا. هذا مقصود في هذا. اللي هي تسمى. اه. هي يعني بالنسبة له. يعني حال في حال الواضح ان شاء الله في حال لم يرجع داتا. تمام? يعني خلاص استعمل استخدام اللي هو باي ديفولت. تمام? باي ديفولت باي ديفولت اسم هذا. باي ديفولت. ممتاز. طيب الان. شو المعلوم المجيدة بانتكلم فيها الان? بعض الان تصفصرات بالنسبة للانوان. خلاص كنتكلمنا عن الانوان يعني. تقلمنا. قبل استايل. استايل. اللي هو نفيه. انا انا. اتكرمه فيه أصلا محاضرة كاملة تكلمنا فيه ممكانك أصلا حتى نستطيع كمبونات موضوع خاصة صوت. وتكلم من اسم كمبونات صحيح؟ فيعني مش شكري الآن. خلي هو نكمر عليه. يسترضين الان. الآن. الآن ما لش معلك الآن. ما علش خلاص. ايتك من. خلاص. حالة. حالة. هالي الأمور ان شاء الله الاطلافات تصل الوان كده نسوينا وياك ان شاء الله بمحاضرة اهل لكن الفكرة المحاضرة اهل لازم اكملها ان شاء الله الان اتمنى التركيز من جميع الان شو اللي تكلمني فيه لحد الان موجودز وبهذا الموجودز فيه لنا كنبوانت والكمبوانت التى على اسكال طيب وهذه الاشكال تقومني على مستوى فانكشن او على شكل كلاس طيب الان المعلومة اللي حكيته انا انه سواء كانت الكمبوانت باستخدام الكلاس او باستخدام الفانكشن نفس الطريق صحيح هذا اتفقنا عليه لكن هاسا بدنا نوصل لبارك انا انه لا فيه فرق تمام يعني احنا كنا نغرفو قابل انه نفس الشي لا الان دي نتكلم انه فيه فرق طيب الان شو ممكن يكون الفرق ان انا اسوي كومبوانت استخدام استخدام الفانكشن او انه اسوي كومبوانت استخدام الكلاس طيب الان لو بنجاوب على هذا السؤال بدنا نرجع مع بعض على خصائص الفانكشن والخصائص الكلاس ان الكلاس مثلا هذي هذي الكمبوانت انه عملت على الكلاس ونلاحظ انه انا ما قدر اصورتين مباشرة وكأنه الكلاس انا بالداخل بقدر اضيف فانكشن قد ما لديه صحيح تسمى مثل فانكشن اذا كان داخل الكلاس تسمى خاص بما نبحث ان نسمى تسمى مثل لهذه الكلاس تمام طيب الان في اشكال للميثود تمام في اشكال للميثود جالي الرندر الرندر تعني عند استبدعائي انا كلاس ناديني انا ونادي الريثيرن اللي بداخل طيب الان الان هذه الكلادي كومبوانت احنا قمنا بموايذات اللي بغض النظر تشمل كمان تحتوي على كومبوانت اخرى بغض النظر هذا اللي بحث ذات الكومبوانت هذه الكومبوانت قد تتعرض لحالات كثيرة زي ايش انه ممكن انت هذه الكومبوانت ما تكون اصلا ضائرة في بداية البرنامج وما تضع فقط مثلا عند هذا الراوت مثلا يوه لوج ان مثلا صحيح مثل ما سعلك انه في الرابط وانه انا بس انتقل للا راوت اخر مثلا الراوت مثلا اللي هو الانزينج بيت او الشاشة ضائسية او المين بيت صحيح انتقلنا لشاشة ثانية الان بين بيت منطقيا الكمبوانت اللي تختفني فانا عندي الاشياء هم الكمبوانت او هاي المنطقة تسمى في عنا حالات كثيرة تمام ممكن انا اضبقها ممكن بس على سبيل او مثلا اقوم بانشاء اه امر وعديا او مثلا انا قبل ما تستدعي هذا الكمبوانت نفد لي هذا الامر حيو متى انا ممكن استخدام هذه الحالات بناء انا طول الحالة على طريق المهد انا بي كمبوانت مطقيا انه انا اضغرها وهذه الكمبوانت ما بقدر اضغرها الا لما تكون ردع اسماء زي ايش مثلا زي هذي الكمبوانت صحيح يعني انا تخيل انه ما فيض اندي اسم اذا ما كان عندي اسم شو حكيت للشرق انا والله اندي اصغر ال طيب في عندي بعض الحالات انه هذي احنا الدياتا بهذا المكان انا حافظها ثابتا من عندي شانيك من لاحظ انه تم قام بمونا داتا لكن احنا هذي الدياتا منطقيا في بعض الحالات ما تيجي انا ما بتكون انا الحافظة عندي تكون جاي من وين من على سبيل المثال من مكان يعني من اي بي اي وتحتاج الوقت فانا اذا قلت له رندر منطقيا رح يضير هذه الكمبوانت ولسه هذي الدياتا مش راجعة فراح اصير دائما عن كل المستخدمين يظهر له الـ no user بغل ان الدياتا راجع ربط طائل فالاصل في رنة شيء ما نحكي له حالات ظهور اللي تشوي life cycle of components يعني دورة حياة الكمبوانت فانا مثلا هذه الكمبوانت اللي انا اللي بتظهر لي عنه تظهر اللي بتحكي الـ no users ممكن انا قبل ما تظهر طبعا انا قمت الاستدعاء بهذا المكان قبل ما تظهر لي اياها او قبل ما تناديل اياها لي هذا الاجراء المعين وهذا متى يضمن انا من خلال طبعا الخاص نفترض انو هانا سونا عملية الـ وقلنا امور تماما لكن صارت تبقى عليه الولي ضغار تماما يعني انا ناديت الـ data وبغض النظار بكل الامور طيب انا بنتم احكي ما تظهر ما تظهر هادات او ما تعملها rendering او ما تعملها الى في هذه الحالة متى لاحظوا الناحظ انو احنا في هذا المكان في لنا ايش اسمه وحالات كثيرة في ايش اسمه update يعني هذه الـ data او هذه الـ components قد يتم اجراء عليها مثلا تخيير معلومات معينة زي ايش يعني ممكن انت تكون مسوي برنامج هذا البرنامج مثلا فيه رصيد طبعا مثلا رصيدك المعالج وانت قمت باجراء عملية شراء فانت في الحالات الطبيعية من ناحية وانت لازم تعمل refresh عشان يتغير الرصيد لا احنا بدنا عند اجراء مثلا معين او فيسوه والمستقدم بالموان على الريفرش او اشي يقوم بمثلا عمل الريفرشي وعني فانت تستدغي اللي هو الـ component اللي مثلا updating مثلا ليصير اثنان عملية update تمام component وو بسوه update كده يسويري الشكل الجديد مثلا هذه الاحادة انا قابل ما تظهر الـ component قل بظهر الاسماء مثلا ممكن اعمل عملية ليه ان منادات الاسماء بهذا المكان في اشي اسمه الـ constructor مثلا و الـ constructor ما هو طبعا اول شيء يتم انشاء او او مناداته في الـ class كمعلومة اللي هو الـ constructor و الـ constructor كيف شكله الـ function وعبارة عن function لكن يحمل نفس اسم الـ class تبام اذا اذا كان الـ function يحمل نفس اسم الـ class داخل الـ class يسمى constructor انا ممكن بهذا المكان اقوم بعمليات ايش طبعا من اجينا اذا صار على المكاعد بهذا المكاعد تمام على سبيل المثال بحكي له انا عند منادات مثلا سواء بهذا المكان تخيل بشي مش كون تستخدم بـ data مثلا حكينا مثلا عرفنا لـ بحكي نفس الـ data تمام وثم بعض منه يعمل الـ فإثلا هذه الحالة تسبق هذه الحالة لكن عند منادات مش بشكل مباشر مثلا الـ data كانت على الـ public مثلا عشا تدرينا نفس الـ data تحكيلو اه اللي هو بهذا الـ class this تعود بهذا الـ class دوس this.data تمام هات this.data تمام اللي يرقاك لما نحكي this.data نقشنت بها اللي هو طبعا هذي بكون بهذا المكان طيب ونبعثها ونرسل ان هذي كان مختلفة كفنكشن مختلفة ولكن الاسماء هي فقط التفهم بالتفق بينها شو يعني يعني انا بهذا المكان بدي اقوم بيرسال بيرسال للـ render بهذا المكان مثلا data معينة وهذه الـ data رسل لي مثلا من خلال الـ render طبعا في حالات طبعا هذي الحالة طبعا خاطئة ليش؟ انه استخدامه بهذا الشكل استخدام بهذا الشكل ممكن يسوي لك مشاكل على مجتمع استخدام الكود بنفس الكلاس طيب شو الحال فتم استخدامه في انشاء حال جديد ثلان بعد ان هذا الشي ما بزغط الـ بس على الكلاس واستخدمت فعليا الكلاس وغيرها لا حالات معينة اخرى يعني مثلا اظهار او اظهار شكل او اظهار او ارسال مثلا المسيج يعني مش انه لي استخدامه ورسالة و بناء الشرط عليها طيب شو الطريقة الافضل عشان في عندنا موضوع كامل هذا الموضوع ايش اسمه الوقس اه خلينا مثلا بحب اكتب المواضيع عندي التايتل هذا المكان اذا في عندنا موضوع اسمه الوق شو هذا الوق الوق هو عبارة عن محالات معينة تمام طبعا ينقسم الكثير من الاستخدامات في اه او 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 موضوع مثل وغيرها طبعا من اشهر عمليات الوق هذه وهي الوز اسكت والوز ووك والوز سري والوز اس والوز افت و الوز مكتوست والريلين بمكانك انت تعمل كستن لحق متخصصة اليك تمام الان عشان ما اثوي الموضوع الان في عندنا اي حالات قبل ما تظهر الكمبورنت قبل ما تظهر قبل ما بعدها قبل ما كذا فالفكرة انه انا كيف ممكن اجيج استخدام الحالات ومتى ويجب استخدام الحالات لانو انت في بعض الحالات الكود اللي عنده كله زار مية بالمية قد تظهر في قبل خلال سير معك قبلش اسم مش ضائر لانو تكون تخيل ان اجاوة رسيطة انو انت اثناء ظهارك للاسم فطلسة كارس جايدة مشكلة مثل هذه الاخطار المشكلة فيها يعني ما تلاقضيك البيور جوين يعني يجب وكل فيه المشكلة لكن مستهلا تقتل في بالك الا لما تعيد سياءة لت الكود كفير من البداية تمام ان شاء الله فاذا الموضوع اليوم ان شاء الله بدنا نتعرّق على الموضوع جديد هذا الموضوع باش اسمه الغق شو والغق ومما يقصر وليش اصلا اجا تمام ليش اجا تفكر تصوح اللي من المشاكي هذا بس الاف مليون ان شاء الله طبعا عشان نتقنى بهذا الموضوع حاضر حاضر يا حاضر 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 سأعيد ان شاء الله ما تتشكلين ان شاء الله طبعا تمام ما في شكلين عشان نتقنى بهذا الموضوع يعني نتقلينا عشان نعمل رفلش ونشيل جو للزهر من هذا اللي ساعة الآن وعلاحظ بعض الاشخاص يعني اني يأخذ استراحة بسيطة اتمنى ان اقضى المعين انه هذا الموضوع لازم تفهم يعني نجرب تقول هو اهم صدقا مش فيه انه موضوع مهمة الاهم هو صدقا فهمك لموضوع الهبس وهو اكثر موضوع اللي هو يقد يعني يصاحب يعني مشاكل معينة او يصاحب يعني السؤال فيه من بعض الاشخاص تمام ان شاء الله تمام لان نأخذ استراحة عشان فيه من رهف ان شاء الله كنت تتكلم مجال للاستفسار ما في شكلين ان شاء الله ان شاء الله بس خلينا نأخذ استراحة حاليا احنا بدنا نتكلم عن موضوع في الريعات وهذا الموضوع جديد وفعلينا هذا الموضوع من اكثر الموضوع يعني اللي قد يتساءل اغلب اللي يتعلموا الريعات ليش اصلا موجود هذا الشيء وليش يعني اصلا يعني اه غير انه بس موجود يعني هذا الحداد واصلا السؤال المنطقي يعني ليش موجود يعني فعلينا ما تستخدم وطب احنا ما في داعي اللي راح تتساءل في البداية والله ما في داعي تتساءل نفسك طيب ليش في موجود طبع يعني معقد يعني مثلا من هذه الاسئلة فانا عشان ما تقع في هذه الانور فعليا بدي اه اجيبت فيني هي اه اه حالات او شو اللي خل شو اللي خلنا اه اللي سووا الريعات مسلا انه اه يعملوا هذا الموضوع اول شيء هذا الموضوع الضطش يعرس طبعا يعني اه تواجد لحل مشكلة ما تمام يعني لحل مشكلة يعني انت الرئات سواء رواكلة الاصدار الاول الاصدار الثاني وجدوا نصير والله في بعض المشاكل بسير معنا فحدثت كذا صار في مثلا صار مشاكل في بعض الامور المعينة تبعا في اصلا مثلا بسير التحديثات على اي فريموربس او اي شيء في الحياة لما يلاقوا مثلا ان في بعض الامور تحتاج لتطوير او انه في بعض المشاكل التي تجعل حالة صحيح منطقية تمام فهذا المثال او هذا الموضوع الجديد يعني كاجة لحال مشكلة ما ها هذا رفضه في بالك طيب شو هي المشكلة اللي اصلا تواجدت مثلا اعطينا مثال معين يعني امسا حين مثلا اعطي مثال انه اه طبيعي انا بدي اسوي بريتك طبيعي ووصلنا لمرحلة او بالله ما بتصفط انت لما تنحل بطريقة معين ها فانت هذي افضل طريقة لألسيم هذا الموضوع طب هذا الاشي باسم الهوكس هو موضوع موضوع رئيسي جدا مهم في الريعات لما تسمع بكلمة هوكس اول ما يخطر في بالك يخطر في بالك ايش اسمه الستات مانيجمنت يعني هاري الكلمة على الموضوع طب شو نيستات مانيجمنت التعريف الحالث لكلمة مانيجمنت ستات تاني حالة مانيجبت ان ايدارك ستات تنتزبل على ايدارة الحالات اها ان نحن نتكلم عن الgehالات ماد referميش خطأ بالمعنى الحالثوي يعني والقرار لا يعني انو في حالات ب sidedي أستطيع في ايدارتها طيب الداعات الاداري المخ هارات مانه مفهوم الحالت ما دقيقت الحالات اها لما نتكلم عن ازمجات من synagogue عن我 حالات مثل العلوم نتكلم عن توبيتات توبيتات ايش ظهور جلب داتا اظهار بعد امر مرعجل. هل كنتم قلنا حالات تعتبر حالات حالة مرعجل المصطفح. يعني انا مستحيل لا بقدر اطلب منك على سبيل المسال انك اه على سبيل المسال اي اي مثلا عمر يتطلب قيام C مثلا القيام B مثلا يعني انت مثلا اي مثال اي مثال في حياتنا العادية على سبيل المثال مش فاضح باري صدقان يعني حالة لكن الاسئل الآن تيجي معنا انت مثلا في رايح تحضر سينما مثلا تمام مثلا على سبيل المثال لا افترض انه انت ترسط رايح تحضر سينما مثلا وبدك تدخل في تذكرة منطقية ممنوع تدخل غري هذه التذكرة طيب الآن شو ترتيب تسلسل الحالات او في هذا المثال مثلا 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 بحياتنا العديد لما بتفوت السينما المنطق يبقى انك تصل للسينما بالداية ثم تروع على بوابة او شباك الشراء تشتري تذكرة ثم تعطيها على المحارس بموقف على الباب مثلا ثم مثلا تذكر طيب طيب نفترض انه انت سويت كل هذه مع مع بعض او بثترات او باوقات مختلفة يعني مثلا انت وصلك للسينما ثم بعد ذلك مثلا تجيب بدك تدخل بعدين بدك تشتري فهذا ذير منطقي صحيح للمنازم الشراء قبل عملية الشراء تكون قابل مثلا هذه الحالات ففي تسلسل وترتيب وهذا التسلسل قد مثلا الخطوة التالية تعتمد على الخطوة التي قابلها مثلا تمام هذا كمتحل للموضوع بسا سيبنا من هذه الحالة كده قطينا بمثال حقيقي مثال منطقي يعني انا مش من المنطقي اني اقول بعرضي الداتا في البرمجيا بعرضي الداتا في مكان واحكي له مثلا في المكان في الديفرش فلانية تستلم انت فيها الفلانية طي عرضي فيها الداك طب وهي الداتا اصلا مش واصليتك من الباك اند من غير مكان او مش موجودة معك صحيح علما انو انت وانت شغداء تحكي انو تسلسل هذا عارف صحيح لكن لا لا يسأل ان يكون هناك الافداد حناد طيب ليش ضربت تهديدين بريئات ما راح اقدر جاوبك لأي الا درس نبرزي الامثلة فخلينا نبدأ بالامثلة تمام وخلينا نحكي الامثلة البسيطة ثم ايش نتجروج الى مراحل في التعقيد المعين تعقيد مش تعقيد في اني تعقيد يعني مثلا فيه ايش يعتمد على ايش يعتمد بعض المفهوم طيب فيه المموضوع اسم هوبس وحكيت لها اول ما يفتو الموضوع اتذكروا بعشرة انو فيه يشمع الستات مانيجمز والستات مانيجمز هي ادارة الحالات انت تكون عندك الفهم وماذا تستخدمه طيب هذا الهبس لهو مواضيع مخيار يعني فيه عنده مثلا فيه موضوع يسمى اليوزي ستات اليوزي ستات في عندما هو يسمى اليوزي اي افكت واليوزي ريفيرانس اليوزي ريترويوسر واليوزي مينو واليوز وفيه كاستم كاستم الي هوبس معين انو فيه حالات انو وصلت بدرجة انو لا تده يقدر مثلا او في بعض الاجابات او بعض الحدود ما تقدر تحصلها ثم كمان باختراع شي اي ام او تواجدية شريعة مستوى الوقس اي شي اسمه كاستم ووكس استخدص كاستم ونظر لشي نسوي حالات عمل للحالة وننحدث خلاص نوصل لمرحلة انت تعمل كاستم اي شي قايم ليح المشكلتك وانتهى الموضوع تمام فمن ظن الامور ومن اول المواضيع انت بتفرع منها الوقس هذا الموضوع الكريق اي شي اسمه طيب بابتلايا انا ما بدي بلدي اشترك الوزر ستات خلينا نتكلم عن مثال بسيط ما وهذا المثال اه قد نواجه بعض المشارك تمام كيف نخلو وكيف اجدت الوقس مثلا بيحلو باستقدام الحالة الاولى او اللي يعرف الموضوع الاو الوزر ستات مام يعني احنا هادا هاد مرة صح اقول او الواحدة بدنا واحد او واحد موضوع 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 طيب تمام انسى انو في موضوع الوقس وانسى انو في اشي فريد انشتري العاد تمام عندي انا مثلا هادى الوغن اه عندي مثلا على سبيل ذلك الوغن بيت مثلا او خلينا ما تلقى الوغن بيت يتظهر فيها الويل كام وغيرها خلينا نسوي مثلا اه على سبيل المثال نسوي شاشة جديدة مثلا موديول جديد حتى اشانا ما تختبط الامور في بعضها مثلا اسوي شاشة جديدة مثلا فاسميها او اسميها مرة ابتو ابتو دوت جي اس موديول جديدة وهذه الموديول هي اللي بدي اودي اه عم استدعيها فقط لوحدة في الانتي البونت يهي الانديكس او اصيدي هادي الوغن بيت ترى بس نضيلي بس فقط اللي هي اللي هذي الامورت مع الموديول اللي اسمه اياش شو بسمينا ابتو اه طبعا لسه ما ها ما عملنا اشي بالابتو كمان بقدر ما هنستدعيها نعمل ايبورت هادي الابتو فالفتكم مثلا بالداخل تيها مثلا عمسل المثال فانكشين بسيطة نسميها مثلا كاونتر يعني بدنا نسوي مثال بسيط عن كاونتر بسيط عداد يعني عداد يعني بس تلغب عليه يعني يقوم بزيادة عدد معين مثلا هذا كاونتر اه يقوم بعمل مثلا مثلا لهذا الشكل مثلا نصي المثال هذا الشكل طنعا اه في باريغراف مثلا بسيطة حقا ننسو باريغراف بسيطة مثلا نحكي له مثلا اه اي شيء مثلا مثلا او اي شيء مثلا فقط من باريغراف وفيها مثلا بوتون او هادا باريغراف مثلا فيها عداد فقط عداد الان راح نسوي عداد هذا مثلا فاليحنا مثلا نطعم بلش تمام وهذا فيه بوتون بسيط مثلا بوتون نسوي بوتون بسيط على بوتون تمام وهذا البوتون مثلا فيه مثلا اضغطني مثلا لزيادة رمزان او اي شيء شانا اوضح الان شو اللي تسوي المثال اللي بده اعمله فالان في الانتي بوينت هذي نستدعي هو شو اللي تسوي لنا اهنا عدد شو بتبنى وين الادتو وين الادتو اصار لقبول المردية انا الان هاي الشاشة مردية وهاي اللوكين تو مردية قلينا كذا بكا هذا اكيد لازم مينبو اكس سبورت تعال وين نديك لان في امبوط امبوط لمين لا اللي اسمه هذا اللي اسمه هذا طيب وشي اللي هذي اللي نبيج وانتظر لي فقط اللي هي والتاوسر نمتاز يعني انا في الشاشة عندك لانتي هاي بس يكون فيها data is not defined. معناك نمسوين اشي غلط نعم معنا. يعني رواني داتة. سيني تسوي اشي غلط نعم. اشي ليا هادة. حلقض البابايس هاي سويناها. شيني ليا. سيني ليا هي سير. والله. that is not defined. مبتوقع مستخدمينها على هذا المكان. معني شيني ليا كله كان. نحن هاردنية. عصاني data is not defined. معنا استخدمناها فين. يعني روانات مسخنا اشي غلط نعم كل شي سوينا. ارسلناها على الوغن بيج. وهذا قفية كان. انه بدنا اشتريها الان. وعلى كمان بكله كان. ارسل شيني اش. ما تغصر بالمشكلة. فالصمنا اشي بناها ال data والا data. ال pops ارسلنا pops. ارسلنا 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 برجل خارج تشتري بس الوغن بيج. نعم وان بس لين data. اه بي هذا المكان. شي ليا هذا كمان. تمام. اللي بدي يابر ضغم تسوي مثال بسيط. تمام? انه بس اضغط على هذي. كليك مي. سيري زيد عندي هذا العداد زيرو وان تو ثري. تمام? ايه عداد بسيط. كاونتر بسيط. تمام? طبعا. انا اللي شي اللي بدي اسوي. بدي اسوي من يوم احنا ما بنعرف اي موضوع جديد. منطقية. منطقية. كيف ممكن نشتغله? ممكن انا اجي احكيله. بهذه البساطة. خلص هذا شكل سكلية والسكلية. خلصي بس هاي الشاشة وهي الشاشة. عندي بثل هذا القريغراف. تمام? وعندي هذا العداد. عند الضغط على هذا العداد بدي اسوي كيف ممكن اعمل اشي مثل هيك. والله ممكن ببساطة ممكن انا اعرف اكل من بناس في هذا المكان. ممكن يعني بالبداية الامر ان انا يعني هذا يعني هذا خلي اعرف اشي ما في المشكلة. اه فنكشن معاية. لان نحكيله هذا الفنكشن. نسمي مثلا يعني الهندل فيه click. او add click. نسمي add counter. فنكشن معاية. نسميه add count. عاية نستوى فنكشن. هذا هو الفنكشن. نحكيله هذا الفنكشن. فيه الاد count. تمام? نشيء. نضغط على هذا الفنكشن. يستدعي هذا الفنكشن. يسميه add tool. يعني انا عنده عمل اوني كليك على هذا القتب. تمام? هاي اوني كليك. اوني كليك. يستدعي اي اي فنكشن من هذا الفنكشن. يعني انا بس استدعي. الان امن شو راح يكون داخل هذا الفنكشن. مبدئيا. صحيح? منطقيا. طيب تمام. لا. شو داخل هذا الفنكشن ممكن احكيله? ممكن احكيله مثلا give me. او اكون في عندي مثلا مترير مبدئيا. نعرض مترير مثلا. مثلا let count. count بها الطريقة اليساوي zero. نطقيا. وبهذا مكان zero واحدة واحدة نقوم بيشتغل. شو يلعرض فيه? يدعي المترير باسمه. صح? ما بعض. اذن احنا هاي على الرن. هذا المتغير. zero واضي كليك. طيب الان. عند الضغط على الاولي كليك. شو اللي يصير? والله. يزيد رقيمة الكارت. كارت. يزيد لي كيف يزيد اياه مثلا. تساوي كارت قليلة. يكان نزير مثلا زائدا واحد. صحيح? طبعا نقدر نختصر هاذي كيف بالكارت. ونحكيلو. كارت بلاس بلاس. او ممكن نختصره كمان نحكيو كارت. زائد يساوي. بهذا الطريب. زائد يساوي واحد. انهاي. هي نفسهاي. هي نفسهاي. تمام? يعني عشان يكون احنا عارف بلشي. ان شاء الله. طيب. بعد بعد ما يزيد مياه. اه يقوم بمكان الاستدعاء مثلا. اه. اللي هو اه احنا منطقيا نشتغلها منطقيا. تمام. يعني بس يضبط عليه يزيد لي اياه واحد. ثم يضغر لي لي اياه قيمة العدات. تمام? اه بس نشكيلو مثلا يعني رندر او كده. يعني خلص تمام يتفضل المور تمام ان شاء الله. ونكليك. هادي الهند اللي كليك. بس خلص تمام. يعني احنا نعمل يقوى اه يقوى الرينجر اه مع ساني. يعني رينجر. اه يعني نشريوها المرة الثانية او او بش ساح تبين معنا. طيب. الآن. عند الضرط. زير لي اياه واحد. ثم مثلا ازهر لي ها. منطقيا سمبدئيا يعني اكي نجح تشتغل معيها لاحظ. يعني فعليا قيمة الكارد. تم زيادته. تم زيادته. بس بس من شو التصل تماما. يعني مثلا انا حكيت له. بالنهاية يعني بعد ما يقوم بيمناداتها. مثلا. كونسو على دين لوت. كونسو ووك. اللي هي قيمة الكارد. صغير. ونروح مثلا نعمل كل هذا البوتر. راح لهذا. نكبس على هذا البوتر. كلي عنه. لاحظ. صار صارت واحد. بس فعليا ما صارت الفكرة انه مش مربوظة تماما في هذا المكان. اللي هو هذه القيمة. كل ما زي يعني تنب زيادته. ففعليا يعني انا عشان اسوي هذا الشيء. اه بدي يعني اجي بالقيمة جديدة واقوم استدعاء الكاونتر مرة ثانية. فانا اروح استدعي هذا مثلا مرة ثانية. بمثال اي هو. اه على اسم هذا الفانشن. هو اسم كاونتر. تلتوح استدعيه مرة ثانية. مثلا. كاستدعاء كمناداء كغيرة. تماما. يهي طريقة واختمل الكاونتر. فبس سوى الفاة فعليا بدي يعني انادي وشركين الاب مرة ثانية. واتغير المنطقينيائية. تمام? تم زيادة. احنا هاي بتسبب لنا مشاكل كثيرة. ومش بس هيك. اه يعني حتى على مستوى يعني احنا على هذا. عشان تشتري المعنى عشان اشتر تضيح الشورة. مثلا هذا الاب. انو قمنا بيها مرة ثانية بهذا المكان. واصلا يعني انو بدك تعملها امبورت. وعنا مستوى الامبورت يعني قبل لك استمش العرفة بهذا مكان لستعمل امبورت يعني اطلع. يعني حتى هذه الاب من التعملية اللي هي وين راح وين راح وين راح. بسرعة. يعني هذه من احد المشاكل. منطقية احد المشاكل وينو بالانديكس بسرعة. هذه الانديكس. يعني هذه اه 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 هاد الاريح انو ابتوب تهوه. تمام. لكن تلازم تبقى بالعملية انو انو منادت الاب مرة ثانية عشان تشتري معك. فعشان هيك اكيد سوت المشاكل. تمام? سوت المشاكل كبيرة تماما. طيب الان. كيف ممكن اعمل العدات انو يحافظ على هذه القيمة بوحدة ذات افت. تمام في اي حل اه بدنا نوصل لحل احنا بدنا نوصل لحل معجل بدنا نوصل لحل الان منطقية انا عشان احنا هذه المشكلة بسطل يعني انتحاجة اللي هو لكلاس صدقا استبيد من خصائص لكلاس لانه عم نستقل فنكشن لوحده بس هي تقبل اظهار يعني انا بتخيل احنا في مجول لوحده ما في عندي اشي اقدر اضيفه ما في عندي مثلا عدات عسف في الحلول اخرى انه مثلا اخزن الداتا مثلا في بلوكر استراج او في مش هذا لكن مش حل هذا ليس حل حل فعل نفس مستوى الكود بهاد بات حل بدنا كمان حل كمان على مستوى البرفورمانس تمام كاداء فانا الشعال الافضل انه انا بدل ما اعرف الفعادة الكمبونكس كفنكشن ممكن اعرفها مثلا عسيني مثال كلاس اي منطقيا كلاس يجب الكلاس بتوفر لي حالات زي مثلا الكونستركتر وغيرها كيف مثلا كلاس فانا بدل ما اعرف هذا كفنكشن واعرف اسم مثلا كلاس بهذا المكان احكي له والله ما هذا هذا هو كلاس اسم كاونتر وهذا الكاونتر اه مش فانكشن خلاص وعبارة عن الاكستينتز لعب معي انه حدا هذا المشكل ثم نشوف شو لحل الالب الاكستينتز من الرياكت طبعا نناس بماتبئات سريع هاي بيمبورت الرياكت من الرياكت وهذه من الرياكت دوت كمبوننت طيب طيب الان اه على سبيل المثال هان لدي هذي الفنكشن تقول كله اذا راح نسويه الآن طبعا الان بداخل اذي الكلاس منطقيا يكون عندي اللي هو ايش الرندر اللي هو من الشلال هو راح يظهر ايش يهذي الكمبوننت هذي الرندر الى هذي اللي انا حكي له البيوتون هذا هذي اللي يظهر عندي تمام بيجاء اخر الريندر هذي الشغل ترى طبعا انا حولت الكمبوننت من من اه فانكشن كمبوننت لا كلاس كمبوننت في اسكارية لحد الان ما في مشاعر ان شاء الله طيب الان اه على مستوى هذا الرندر انا عند الضغط على هذي البوتون شو يسوي لي ناديلي هذي الفنكشن طبعا هذي الفنكشن منطقيا خليني انا عادة داخله جوة لكلاس طلع لكلاس شو ممكن اتفرلي انا خصائص احكي له هذا الفنكشن تمام ناديلي بس انا عشان انا ناديلي هذي المكان لازم احكي له this dot account وتدل على انه this على هذي الكلاس فيها هذه الفنكشن تماما هيك المفضل للحد الان الامور ذاتها نفسها فيكوش الشغلال عندي والامور تمام يعني المشاكل اللي ظاهرت يعني فقط التضعقص المنادعي لحد الام سيسترض الامور تمام طيب اد اكاونت هذا شو ممكن اجي احكي له انا والله انا بدي الرقم هذا الموجود عندي وهو رقم قيمته واحد تمام اه بدي اياه تزيده اسمه count تمام تزيد لي اياه عند حالات معالية انا كيف ممكن اجي احكي له بهذا المكان ممكن اجي احكي له يعني انا بحل انا قاعد بقى بفكر وبفكر مع بعض انا لحد الام انا عارف الاجابة بشاطر عارف اشتغلها لاتي انا اجي ما بعض اجي من خاول بس تنادي هذا الفنشن طبعا ممكن طيب تنادي مثلا وتودي مثلا بقيمة باراميتر معينة هي تتجدود على القيمة الحالية مثلا وترسلها مثلا اذا حالة بفضل يتيه حضور كثيرة بس الفكرة انتنا يعني بنحاول على الحل الافضل طيب لدينا هذا الفنشن كان في عندي قيمة اسم اكاونس بشي ما رابط افوق في العلع القيام الاسفل تمام عندي قيمة اسم اكاونس وهي تساوي قيمتها زيرو تمام قيمة زيرو طيب ايان اه ممكن انا بهذا المكان هذا الفنشن هذا شو اللي راح يكون فقط في هذا الفنشن كيف ممكن احكي له في انا مثلا عندي على سبيل المثال اه يعني خلينا نلاقي مع بعض حال ساوي كون زائد واحد ممكن نحكي له لا انا والله لو كان عندي على سبيل المثال القيمة هذه القيمة هذه القيمة على المستوى المكان اللي هو الستات اللي انا بدي ارسلها يعني ممكن انا اعرف فنشن بهذا المكان فنشن بحد ذاته هذا احكي له هذا الفنشن مثلا او فيه اوبجيكت مثلا ديس مثلا دوت states مثلا حالات معينة states مثلا يساوي فيه هذا الوبجيكت هذا الوبجيكت صحيح وهذا الوبجيكت فيه قيمة الكاونت بدل معرفة بمتعليه لو احده فيه كاونت هذا الكاونت هي اللي قيمة يساوي ايش زيو انا على الوقت ايش او اي 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 اوبجيكت فيه فيه اوبجيك فيه مشكلة ما فيه مشكلة لحد الان ومفتمام يعني اندي state دوت كاونت زيكي حتى تكاونت مباشرة يعني انا بالنسبة لالكاونت هي عبارة عن state دوت كاونت ما فيه اشكالية طيب ماشي لو انت توصل طب والله انا بدي اسم اودي القيمة السابقة بس كيف طبعا انا الان يفترض هذا الشغل كله احكي له والله انتم قابل ما يستدعي ويصدر فيه ايش عمسته والكلاس يسمى اللي بيتي استدعاهه قابل ما ينفج الرندر طب شو والكونستركتور بس لو كتبت عنده الكونستركتور بهذه الطريقة او تكتب اسم الكلاس اللي هي كاونتر نفس الشي تمام هذا والكونستركتور تعرفني ايش فيه بالبداية انه انت تقوم بتعليم سبقية طيب عرفنا هادي القيم تمام عندي هادي منتاز اي تساوي فيها كاونت تساوي زيرو سبقا وعندي انا اللي هو هذا سلنا هذا الشغل هذا الشغل يحدداته هذا اللي هو اللي بيسوي الهاندل يعني انا اعرفه بفنكشن اللي واحده منفصل طير شو اللي صار الان ثانيا يعني ارتب الامور اول اشي عندي رندر طبعا ايما يظهر لي هذا الرندر اللي فيه كاونت ساعدك سبقا شو يصير يستدعي لهذا الكونستركتور شوف شو القيمة اللي فيه ايه الكاونت تساوي زيرو في مشكلة عبدا ما فيه اي اشكالية طبعا اسمت تخشوك لنستيات هذه ما في المشكلة سوي كاونت مباشرة انا الكاونت فيها متباية اسم كاونت شان ما تقدرت عليك الامور كاونت تساوي زيرو بس ما فيه مشكلة ايه كيم تمام كاونت ساوي زيرو طيب الان اللي افكر ارجع مرة ثاني رندر عند الكاونت والله قيمة الكاونت قبل ما نظهرها في الرندر بهوحة على الكونستركتور بشوف شو القيمة ونفذ الكونستركتور اذا بيظهر طبعا حد الان الامور تمام طيب الان انا هذه الكاونت والنظر وعند الضغط ممكن ايش اغير قيمتها وكأني بحكي لما اغير قيمتها واستدعي نفس هذه الكلاس ليظهرها مرة ثانية اكيد قبل يكون ايشي راح استدعي بكونستركتور ويغير قيمته صحيح طيب كيف ممكن اشتري بهذا الشي انا ما يمكن احكيه بالاد كاونت على والله في الاد كاونت هذا الرقم ديس دوت كاونت كل مرة طيب لانش ديس دوت كاونت لانو انا استدعيته بقيمة اللي بيض اعلى اللي بيكونستركتور فذيس تدون على انو الخصائص المتواده في هذا الجلاس ومن ضمنها القيمة الكاونت ممتاز تساوي قيمة الكاونت القديمة تمام زائدا وممتاز اذا انا كونستركتور هذا اول ما يشوف القيمة اه يتقوم بمونادات ايش اللي هو هذا الفرنكشن الممتاز طيب يا تمام خلينا نشتغلها مع بعض الان هذه الكاونت هذه الكاونت وهذا ثيمتها الآن مش المنطقية نتبوش على ذلك انو انا يناديتها على الفنكشن عندي الكلت يناديها يعمل زائد واحد وكانت ثيمتها زيرو في البداية صحيح طيب فلنعمل سيف ونروح نشوف في الشغل اللي معنا الآن طبعا اليررز هذا الضائف مش من اللي هذا الضائر من ايش من كاونت اتوقع من المشاكل اللي ظهرت في هذا المكان الصعب بقي هذا الكاونت اه هذا كونتركتو اه 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 فقط اللي هو كن كان لازم نالزم نكون من الفين الكاونت في البداية وايه مبقب نحكي له مثلاً دس جوت كارت بثال بثال دس جوت كارت لانو هذه كاونت مقيمة وتواجدوين داخل الكاونتركتو كمع؟ بش معرفة دكيلة فاني يجير معرفة. كمع? يان توقع اريكسر الكارت الثانية في مكان هذا المكان يوازن مشكول كمان دس دوت كمان. اطلعي دس دوت كارت. بشكل سريع. اطلع دس دوت كارت. طيب. ولت انه واحدة بش معرفة اوينها. اه. اه قد. دس دوت كارت. دس دازن تكون مع المشيش بالقلاس. بس يا استدمات القلاس يا طيب. طيب الآن اضغط لي. طبعا نفس مشكلة الفانكشنز صحيح. يعني هس احنا وروح على هذا. لا مريم مزادة. بس ايش الفكرة يعني مش ظاهرة. بس الفكرة احنا هس خدمت اكد. بس والله قبل احسن مشاكلة اخرى. هذا الكارت تظنع مظاهرة. ممتاز. الآن. نفسكه طبعا هو زاد. لكن. لم يتم زيادة بالطريقة. احنا يعني. يعني. يعني وثق انه يعني كأنه عمل دايريكت. تماما. طبعا لو هذا المكان. هذا المكان نحنا بكون في عملية. الزيادة. طيب. انا في مكان الزيادة بهذا المكان. كان لي اعرفه بطريقة اخرى. باستفادة من خصائص. ايش? لك. ولك انت بالكلاس بان كانك. اا انك تعرف بهذا المكان. هذا. هذا. دور. عبارة عن ايش. طيب. ماشي بهذا الوبجيكت. فهذا الوبجيكت. يساوي. لو قيمة ايش. في البداية تكون صفر. تماما. في البداية هذا. تماما. تكون صفر. ممتاز. ممتاز. طيب. بعدين. انت لما ترسل القيمة بدك مستقبل. ليش نستقبل هذا? عشان تعرف القيمة السالطة. ليش تعرف القيمة السالطة? كيف? من خلان اشي يتمرر باراميتر داخل الكونشتركته. وهذا البراميتر. كيف بتتم استدعاؤه كخاصية. يعني ترسله كخاصية. مثلا افترض من انه مثلا خاصية تسمى بروس. مثلا او اي او اي او بي او او اي قيمة. مثلا سمناها بروبس افضل. تماما. هذه البروبس. بتجيب القيمة السابقة. بتجيب القيمة السابقة. اكيد. من خلال اشيء اسمه سوبر. وركزناك. عدس الان سترسل اكشين سوبر سوبر بنفس لهذا البروبس. ليش? لانه انا بيدي القيمة السابقة لانه انا لازم انسي القيمة هذه كقيمة. مثلا. ففينا ان يجيب لك قدس كانت تتمنى موجودة المنطقية. طيب بعدين تحكيله. والله نفس هذه المتواردة معي. بهذا المكان. اه الهاند. احنا الادس اكاونت. قبل ما تعمل طبعا دوت. بي اه اه اضيف لي. اضيف لي مثلا. بهذا المكان وهي دوت كاونت. تمام? تضيف لي اياه بهذا الطريق. انه حرفناها دس دوت ستت تحكيله مثلا. دس. هذا الطريق بهذا المكان. دس. دوت ستت. الموجودة معنا. تمام? اه دس دوت ستت. انه تغيير حالة جديدة. مثلا. انه هو تأخذ فانكشين مثلا. عشان نبعثها ناشا. عشان نفسيها على البرامتر. على الكون سرقتر طبعا. الكلاسس هذي كلها. يعني عارفين الخصوص الكلاسس دازم يكون بكون سرقتر. اكلمنا بهذا الشيء ان شاء الله. تمام? ستت. الان هذا ستت اللي هي بغضبط يعني بنا نرسل حالة جديدة. يعني خاصية. مش احنا ستت اخرناها في الدوم. يعني فيه ستت وفي عندنا ست التالى. نعم بنرسل خاصية. ازا بروباريتم. يش من هذا المكان. المن نقدر نرسل الارضاء الا بتي خاصية. طيب. ارسلنا هذه القصية ستت. تواتر اخد احضش فنكشن. هذا الفنكشن. يعني نرسل فيه فنكشن. كيف نرسل الفنكشن بها الطريقة. هذا الفنكشن وهاств ال فنكشن. طيب. شو بتفترسل بهذه الفنكشن. مثلا الي هو الى ستت. الصادق الان سميها برب. ستت. لهذا الطريقة. متذيل نسميه برب استات. طيب. الان هذا البرب استات. هو يعبر عن قيمة العدات. اذا النكس اليعدة تكون بهذا المكان. اذا قيمة الـ count اللي عندي هذا قيمة الـ count في الـ add count تمام نعم هذا add that to with this ينعله this قيمة الـ count اللي عندي هذه اللي تساوي بهذا المكان تساوي تساوي ايش? الـ this.count او لا مش الـ this.count اللي هي الـ previous count هذه الـ previous count الصاببة تمام .count اللي انا بدي ارسلها زائدا واحد يعني انا حصيت على هذا القيم قيمة السابقة الـ count زائدا واحد اذا الآن زائدا واحد يعني قيمة السابقة count القيمة السابقة لهذه الـ count زائدا واحد اتوقع الآن الامور يعني يفترض لتكون شخص بالميدي بحميك لان شو اللي سوينا بالضغط ان عيد عندي رقم معادل يتم اضغاؤه طيب ما لهذا الرقم هذا الرقم عند الطاقة على قط المعادل يتم تساويه واحد زيرو كون زيرو بدي ابعث terminal 07 مفتان 10 سيديه داعش صح؟ دير سلق ambiente العاشو الداعش كيف؟ من هذا القيمة يعني انا بدي انا عند الضغط على القيمة اسددع هذا الفنكشن هذا الفرق يشوفي بداخله this.setState هذي ايش يستقبل بمداخله قيمة وفيه قيمة فيه قيمة قيمة معايدة طيب هذا قيمة 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 كخاصية لان المرسلة لهذا المكان يجب ان ارسلها كخاصية منطقية طيب ارسلناها كخاصية بدي استقبلها في الكونستركتر كخاصية وتسمى طيب تمام استقبال البرامتر في الكونستركتر يجب ان يكون معه اشي شوبر يعني بلداء للسوبر انه انا يعني لازم البرامتر في مدينة الكونستركتر يعني لازم هذه القطوة تمام؟ لازم هذه القطوة طيب الان استقبلناها كالشوبر تمام؟ او كالكونستركتر الان القيمة الجديدة صارت ليه كانت 0. الآن بس ارسلتها نفسي وطينا زائد نوعات بس نتأكد بالله يعني احنا ارسلنا استدعيناها وهذا نفتح هذا طبعا عندي error احكنا ايام اه طبعا من هذا قبل ما يراه قلينا نشوف بالله قبل ما يراه والله ما امتقي انا ممكن يكون هذا الشي يصير احنا هون استدعينا اه 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 بهذا المكان اللي هو شو بنظهر فيه اللي هو مش احنا ليه هو ما ابدأ اياه واحدة وقت نعم شو بنظهر نعم هبني نعم اشوف بالله يا باقي لا والله مش هادر ابتصدوا عنه يعني انو استير مليش مظاهر اخر لمشكن سريع احنا في هذا المكان نعم بهذا المكان عندي دقي دقيقة. زائدا واحد هذا الكاونت الصابب كبرباريتي اه. اه 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 دقيقة ايضا بروباريتي. ايضا بروباريتي. وديناها. اه لازم نستدعيها بها المكان. ولي هي بها المتان نازم استدعيها. بجي نعمل بالله هاد يشيل بها. ستدعيها. 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 نعم نطقل المود ان شاء الله تمام لها الممتاز. طبعا نطبع نطقي انشاء ببليك. طيب ما سوى زيادة خلنا نشوف المشكلة اللي صار بعض. ستدعيها. طبعا كونسو. اعمل لي كلك. زادية واحد لما نضرها. طيب ليس ما اظهرها خلنا نروح نشوف مع بعض. هذا المكان. لنا نصح بجي ن bald من البداية. هذا الذي يجب في خلого الفلحawat عفقة تضيف قضي اد this did add com did point this did point this did add this this language يعني في يوسف يعني محكي لي وهي هو did point انت وينگ بيادئ ماكاح بيكون سكتور وينغ موضمت باليسا نق switch هن هنه قان بحضر هن ping تضيف قادق هندي المحكي هندي المحكي من مهاران هنفكر ستأكد هندي المحكي هندي المحكي ولا يمكن لرؤل التجريح في شر لذلك في بعض المباملكات ميكون بعض الأشخاص يا الله هذه دور 6 states ملتقيين عنهم هذه دور 6 states أدن أشخاص بديد 6 states صحيح الاتهازي تساوي يعني طريقة لا يمكن أن أبتلها إيش بالطريقة واحد دور. بدي انا بالداخل انشئ اللي هو فنكشن تم استدعاءه مباشرة. ما صحيح. ما بعد هذا ما عرّخنا بهذا المكان هو ايش البضي اللي تم استخداؤه مباشرة. عكنا لهذا المكان اللي هو بودكاونت. الموجود معي بودكاونت. بقيمة تبقى سالو بريديس. نستدعي اطبعا لسا بيادة مترعبط ايه مسلا ما في مشكلة. ما هذا ايه. دوتكاونت. نعم دوتكاونت. ناكبر نشادلينة. زائد وعد. ايه. ناكبر نشادلينة. وين مشكلة. شاي سنبقى الموضة ثم ما بعد الثالث. ما اش فرج بالله بشكل سريع. بشي مشكلة. بس انات البعض. بشكل سريع. بشكل سريع. بشكل سريع. بشكل سريع. طبعا هذا الشي كله راح نقول كيف بالغوكس بش ثواني بالحلم. بس احنا. واندعا بعد البريلستات. باعد البريلستات. وانبريلستات. في هكذا. طبعا. بان وخلائم ستات. في البريلستات هذه البريلستات. وهاش شو علاقة ها. آآ يعني. الآن سأجيب اتشاء الله. سأجيبوا على اشو الأقسم. هذه البريلستات. وهذه القريدية اخواص. هاللي البراميترس. هذا ما يسمى العدل في الستياتس يعني فكرة من هذا اللي هي فالفنكشن تقلنا عنه الفنكشن اللي ميكون بهذا الطريق يتبسي دعاوه مباشرة يعني فنكشن معير ويتمسى طبعا نتكلم ان شاء الله مش لازم بعدها يقوله واس نعم ايق واس هو فنكشن هذه الاد كونت بلين 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 ان شاء الله نتكلم بهذا الشيطة الطريقة فهنا نشوف المشاكلين هون بلين بلين فب خلينا نوضي فيه الصوص ها بلين مكان تقلق الله عن المكان توقع بلين بهذا مكان بلين ستخدمناها عرفناها اوبجيكت ايمت اوبجيكت ايمت اوبجيكت او زيرو في البداية سريع عندي ها ربوه هالا بالقات كونز اوبج كونز بدرها ٹلما كيف يغفر بئنان سيمة شايف حى ابينا رضي على رضي عمر تير لي مايرا等ي ذكر ينامين اهلو تزيهمي امري الرجيمة تير عانش طيب نرب موسيقى بشكيري اللي هو اه ما يزاد منها شو كانت المشكل استغلت لا استغلت بدل اقوة افتاك سقدر انا معرفة بس مش هارف ماشي عارف لشي ما كانت صدقنا عارفة يعني كانت شغالة يفترض كانت شغالة لاحظت على هيا شغالة ما سويت اشي جديد ما سويت اشي جديد نهائيا يعني ما استغلت وكانت المشكلة بستعبر غريب ما علينا طيب بدئيا هلينينا الآن اللي هو نكمل نكمل لازم تدور نكمل الآن الآن الفكرة شو اللي سوينا اللعب لاحظ الان احنا نوصل لهادة النقطة عشان ايش فعلا نشرح اللعب انا من بالجميع طرابت من الجميع انه احنا نصل لمرحلة انسى ايش موقف طلع عشان فقط نقوم ب على سبيل المثال اضافة رقم يعني اضافة رقم طلع اثبتنا خصائص وقمنا باضافة كبير امور جديدة يعني قد تكون زيدة على البعر البعر ماشي من الاستخدام طبعا بهذا المكان طلع هذا بحد ذاته يعني هذا الفنكشن هذا الفنكشن بحرك ذاته اشتخدم الفنكشن هذا يعني هو فنكشن لما انا اضيفها هذه الاطواس تمام وكأنه بحكي او وما تندي مباشرة طبعا تندي تندي هذا اقوات المكان اضافة وقع من يسأل عنها ايضو واتوقع دعاء ما فهمت هذا الضبط وحسا هم ايضا بس احنا الفكر وقلع هذا الكل مع ذلك مع ذلك على مستوى البروزر نفسه بس في مجرد تعمل ما بيقوم بالحفاظ على قيمة سابقة يعني انت بيتطر من اللي بتزايل لاحظ اللي بهذا تعمل ما بيحافظ على القيم طبعا ما اعرف شو كانت اسم كانت كانت شغالة معنا بس كانت بحاجة رفريش او ما باع صدق ما اعرف لك فجأة اصدق انتفاجأت انو ممكن مش عاملين سير او كده يعني بس تمام الان الفكرة كيف هذا الشي نهاية ظهرت لمشكلة من المشاكل انو انا بمجرد اعمل رفريش افقد بيمتي ايش المتغير افا في صار عندي اش اسمو الوز او ومن اول الوز اللي انا ممكن نتعرف عليها اليوم ان شاء الله اشي اسمو طيب هذا الشو لنفسه كيف انا ممكن اشتغله طبعا رواحد اثنين احنا لما كان معنا مستحيل نعرف نستحيل بالفنكشن ما في ما في ما في هار الامور ف تن الضاثر او ماليز ادبئ اسمها الهوبس هي راح تساعدني بهذا الامور طيب تخيل بالهوبس كيف اول اشي بدنا نتعرف عليه بالهوبس هو الموضوع اللي حكينا عنه بالموضوع هذا اشي اسمو كيف تكون الامور افضل و اقل تعقيد كثير كيف الان باستخدام هذه الهوبس طلع بالهوبس ركز معنا انه بحكي لك في اشي اسمو او او حكيت الان هذا شو بوفر لنا بوفر لنا ثير من الوكس الوكس ليس واحد وكل القيمة يعني وكل الخاصية لها هي يعني عملها الخاص الان اذا انت بحاجة على طريقة عمل يعني مثل هذا يقوم بطريقة عمل وعي وقيمة وقيمة وهذا القيمة تعتمد على هذا الـ لإظهار في البقاء المعين يعني هي بتمر عليك الدين من ذات الحلاس تستخدم هو مبدئيا اول ما بيخطف ذلك اللي هو الـ تمام اول ما بيخطف ذلك طبعا كيف تشتغل الـ طبعا عشان تشتغل الـ هذا الشغل كله احذف لي طبعا زبتت معنا لكن غلبتنا كثير الثكرة بل 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 الـ ولا كيف اول تستدغي الـ ولا من الـ تستدغي الـ اشي اسمه اشي طبعا اشي طبعا في عمنا اشي اشي اول اشي نستخدم لن اشي استخدم اشي استخدمنا تمام نحن لدينا لدينا نحن فدع اصلا فدع لمعنا كنفان الـ هك طريقة استدعاء الونيوستيت او اي اشي اخر لنوقس ان تستغني اخر مثلا بمسلا نجيب 8 يو اس كذا بين هذا الطريق. تمام? طيب ماشي يجب تليل الونيوستيت. كيف نشتغل فيها? اول اشي بحكي لك يعني عرف الفنكشنات المنطقية يعني عرف الكمبوننت كيف كنا نعرف الكمبوننت ببساطة نجي نعرف الفنكشن. طبعا? اسمه كاونتر سميناه صحيح اسمه كاونتر. وهذا كاونتر نحكي له اللي هو الريتير للشكل هذا الشكل. شو الشكل اللي حطناه احنا? بهذا الشكل. تمام? يفهم بايش? بعمل اتر امو سعف يس عملت بايش عملت اه ايش? مش مشكلة. يوه كنا حطين باريغراف بسيطة. ذكر. باريغراف بداخل هذه الباريغراف. هذا الباريغراف كان بداخلنا الكاونت. في كان بداخلها الكاونت. الكاونت هذا المعارض عرفوا مثلا بمكان صوت. مثلا بدي استخدم بهذا مكان مثل نصف معي. ترى? وعندي بوتون با تذكر ايه كان النصف. هي بوتون. وهذا البوتون بحكينا له كليك مي. كليك. مي بهذا الطريقة. تمام? وعند الضغط على كليك مي يبتلع لترى. طبع اول شي قاطب في بادي ان ايش? اقوم بعمل فانكشن. يقول لك لا. ما في جاة نهائية انك انت تعرف فانكشن. وانيا كيف? ولك انت بتعرف في القيمة اللي بدك يتحرك في القيمة. وطريقة عملها. كيف يعني? لان باستخدام الوزةستيت كالتالي. لاحظ? باستخدام الوزةستيت. طبعا هاد الكاونت والعالي لازم احني نعملها ايش? ايه ايك سبورت او او امبورت عشان ايش من يصيرها ايك سبورت. وامبورت لي معمولا امبورت. طيب الان بهذا الفنكشن تمام بس حررت بقين بذكية شو بقين بذكية هيك تتم استفدان الوزي ستيت فونست مثلا بدي انا قيمة سميناها كاونت صحيح كاونت وفنكشن للعمل تمام هذا الفنكشن شو سميناها اتكاونت اتوقع 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 هيك سميناها اتكاونت صحيح يعني قيمة بتثابتة وطريك تتعمل تمام تساوي اللي هي ايش الوزي ستيت تساوي الوزي ستيت لان الوزي ستيت من خصائص الوزي ستيت صح انا بالتكتر عرفناها هذا الفنكشن وهذا المتغير ممتاز الان الوزي ستيت يقولك بتأخذ قيمة بداية كيف يضيفها في نفس البرانوتر هاي يعني انضيفة واحد يتكون قيمة واحد ضيفة اي حال خلال البدلش بالصفر للصفر هذا المين بروح لا قيمة المتغير يعني كاونت قيمة الصفر وهذه الطريقة تعمله فاذا بهذا المكان بس ولد الرضلي المتغير شو هو الاسم كاونت تمام؟ الاسم كاونت بهذا الطريق الان الاد كاونت هذا او ستيت كاونت انت بس استدريها بس استدريها طبعا احنا من طريق تتعاملها منزيل زائد واحد كيف من نفس هذا المكان طبعا من نفس المكان هذا المكان unique', هذا المكان unique' علي unique' تمام؟ استدري اي فنكتشن مستحيل يعني اح müsية ممكنazuje ستيت هذا المكان هذا الفنكتشن. اللي هو الاب اكاونت ها escuch that tree الاد اكاونت تمام؟ ما بتدقلاد اكاونت بتدكر القيمة السابقة والان الم segment اجراء ان بدك ايها مثلا زائد الواحد. تخيل انه هيك خاص انتهت للمشكلة. لان تقدر تخزن فيها قيمة. تمام? بالاضافة لطريقة عمل. فان هاي طريقة العمل اللي انا بدي اياها. هاي طريقة العمل. تمام? وهذه هي ليش الارقاب قيمة البداية. تمام ان شاء الله? نزينا نعمل سيف. الان هذي كاونتر فاريغراف. روح نسوي. طبعا الارقاد الدنيا. خلينا نشوف شو هذي الارقاب. اه. اه. طبعا هانا المشكلة ظهرت متى لما اعملنا امبورت ولا اه. هذي الريتيرن. وهذا. اه اكسبورت. هذي الارقاب. هذي هذي الفنكشن. هذي الريتيرن. هذي الريتيرن. هذي كده. يعني بسرعة بسرعة عمين. يبيجي بسرعة عمين. شو المشكلة عيه ظهرت? اه. طبعا هذي يدنيها كريتيرن. يعني ترجع هذي الكريتيرن. هذي ما ترجع. لازم ترجع هذي الانسناعة. تمام? يعني ممكن ان ادخل طبعا اي كليك. شو مالك? انت قرصت تشتري. وعلي كي يجي سيرت. فنروح نعمل ريفرش. وعنزلك قبل كانت اشتغالة معنا وثم اشتغلت. وقع عمل سيرت. عملنا سيف. الان عادي ريتيرن. مين? اه. انا مش عادي سيران كارشيش من هذي بارميتر. ستكون. لو قيمة الصابقة قدر الكاونت. نعم سونا خطأ. لو قيمة الصابقة قدر الكاونت زائدا واحد. مش ريتيرن لهذا الطريق. سمعا? بوقع نسوين الان وانتفرج. اذي كليك. لاحظ الامر. الفكرة. الان. عندها حتى يعني عمل ريفرش يعني قد تحافظ على طبعا. عشان نعم غرفش محظرة القيمة. اكيد من احتاج الخصائص. الا. الستور والستوريت. سمعا? اضي امر اخي ان شاء الله. او عادي اد اكاونت. نعم نعم. يعني محمد. عنوديه بطريقة نصر اد اكاونت زائدا واحد. او اد آآ بلاس بلاس. يعني الفكرة يعني نفس الطريق او بلاس بلاس او زائد يساعد واحد. نفس الطريق الان شاء الله. اد اكاونت. او مثلا انا باهض المكان خفض بس لا. لازم بس بدلا ما احكي الويتين ومثل بالالغ فنكشن الحلو فيها ما في داعي انك تقوم بهذه الأقواس المباشرة وهي بتعتبرها كريتير اعتبرها كريتير فالآن سيف فالآن سيضل الشغلال معي والموضوع مية بالمية تمام؟ طلع شو اختصرت علينا إليه أول إشي قدرنا نستخدم الـ function component أصلاً هي وتواردة الوبس لدعم ميزات الـ function تمام؟ ليش؟ اني أنا بها الوبس ما بقدر استخدم هذا علم في الـ class الوبس في الـ functions تمام؟ الفكرة لما بده متغير وتستخدم قيمته تمام؟ بشكل معيب طبعاً وين عرفنا إحنا الـ add count هنا قمنا بتعريف من هذا هو الأصل مش هذا المكان التعريف يعني الأصل إحنا أرسلنا هذا كامل للـ add count يعني الأصل أصل بهذا المكان أن تقوم بتعريف الـ function خارجي لهذا المكان لهذا المكان اللي هو هذا الـ add count هذا هو الـ add count كيلي هذا وبهذا شو سوى؟ بهذا المكان تعرف وبهذا المكان اللي هو طريقة العمل فاللي هالله يعد هالله يعد هالله قط وبهذا المكان لكل أصل طريقة طريقة فلين عرّح نشوف بالله هذه الـ add count فهذا الـ function خارجي طبعاً هنا عرفناه ونزل عفظه ونزل طبعاً طبعاً بس هو شايفي counts ايه يعني عادي يغرفناه داخل هنا ما اصر اصل انه نعرف الـ function طبعاً هاد الـ function يجبك تعريف ممكنك تعرفه خارجي هارز المكان هاد. تمام؟ بس لش ما تعرف عليه غيرك لانه اه اه على مستوى الادس كاونت هذه الفنشن يعني داخل الفنشن يعني نقدم نعرف داخل الفنشن. فانا ايش؟ قمك بيرسال اللي هو داخل هذا المكان يعني اصلا ممكن انا كمان حقت بحاجة الكاونت. اي حقت بحاجة الكاونت. فانا عشان استخدم هذا الشيء باضطر انا عرفه بره. وارسل الادس كاونت لو كان يعني اين تليل كاونت كم براميتر هذا المكان. يجب ان انادي هذا الكاونت يعني لكن هذا كفونكشن. هذا هو ايش كفونكشن. هذا الطريقة. فاستنى هذا الفونكشن تبعا بس ما استخدمه بس استيبطى الواقع على الادس كاونت. نستدعي فقط. يعني احنا ارسلنا لهذه اللي هي هذه طريقة العمل. هذه طريقة العمل بطلا. لانا نحكي لك ايش كريتير لازم. يعني بس احنا اتصارا للريتير. ممكن نيجي نحكي له هذا الفونكشن. اللي هو يساوي انزل. يساوي. طارميتر. وهذا. هذا الرو فونكشن. وهذا الريتير. يهي الطريقة. تبعا. بس احنا يعني عشان يسمن باب انه فونكشن. ما بتحب انه تستخدم بداخل فونكشن. او بتعرف بداخل فونكشن. فان فكرة. انه طلع. سطر واحد حمل للمشكلة كبيرة. وهذي مجزيت. مات بس ترضي مجزيت. لان هذه حالة احتماء بس اجزام البسيط. بدك متغير. وبدك طريقة عمل. وعندنا تؤثر على هذا المتغير. سواء بالزيادة سواء بالنقصان. سمع? فانسا. بنها ذو قلة الاتس كاوت نت مش نعرصة. انك استخدمتها بهذا المكان. احنا استخدمنا او. هذا الفونكشن كارج. مش شايفه هو. فان احنا ايش? ايه. اقول لك انت موديلي فونكشن موديلي باراميتر. وانت مشيش باعد بي فقط. بهذا المشكل. تمام? وبهذا الفونكشن يقول لك هذا. او بتغير تستدوية الخارج. مع. وار. بعدين او ممكن. لا لا. ومشي مش عايزة بتعرفته خارجي. يعني اصلا تقدر تشوفه داخليا. تمام? تقدر تشوفه داخليا. ما في اشكالية. بس الفكرة بهذا المكان احنا ودينا له. كاونت. او مش نتعرف عليه. بس فقط يعني. مش شايف فقط. احنا ودينا. هذا الادس كاونت. او كنت شعب كيه بسم اخر. نختلط اي الامر. اه. يعني اي. او اي شيء اخر. ما فينا تست. وهذا المكان توديو تست. اه. الان يعني احضر الشرقاء. بس ان افطلط ان اتخيل. اعرفت الادس كاونت. اادس كاونت. اادس كاونت. اادس كاونت. بها طريقة. فانا تناديت تست يعني. هذا بسبب لك المشاكة يعني. بس. ان شاء الله. فانت هادل عند البدائي اللي بتبديدها. فانت ممكن. مسلا تعمل. ريش ريش. بلاش من السطر. ليش. بهذا ما كان. اه طبعا هذا التست تصوى لي المشكلة ليش تستانة. طبعا من هذا. مش نعرقه في التبقى لهذا الاسل. اذا ادس كاونت. او ما نصلنا على قيمة. او الاصل الافضل. يعني. ما تعرفها برغة. لمن سلما سعادة الفنكشن. وهذا كله بدك تعمل له اكسبور. فعشان هادل هذه المشكلة. على مستوى التست من عند دقيني كاونت. بس اه بدي نستخدمي هو الاد ات كونت في هذا المكان. هذا المكان نستخدم الاد ات كونت. لقي. ما انستخدم الاد ات كاونت. هنا كليك at كاونت. وبيض ات كاونت انا بدي. لا مش الاد ات كاونت. اهенно transformer بهذا المكان اللي هو داخل الاد كاونت او سيب كاونت هذا بالداخل يعني اللي هو اه هذا او كيه هذا تمام? البادي السباحة اللي هو هذا او كيه. اللي هو هذا الشي. صعب لهذا الشيء طرص. صعنا في الدقاء لهذا المكان. بس شو اللي عملتوا مع هون. اد اد كاونت. هذا الكونت ضد تلوك. طرصية حالة احنا ما بننسى الاضحة مسلا من خلول اكثر من هناك. بيصلا صارت واضحة. يعني ما هذا? اه. هذا الفنكشن بس ملدأة فنكشن. ملدأة فنكشن بقط. اللي هو السبت كاونت هذا. فنكشن بداخل دقيقها. افضل اترجع بشكل مكان. هذا التست. ستتغيه اياه. وقوم بارسانه السبت كاونت. هذا السبت كاونت. يعني فنكشن. ملدأة فنكشن معين. بداخله هو هذا السيت كاونت. هذا الاد كاونت. الاد كاونت هذا. الاد كاونت. تمام? الاد كاونت. مرق. واي بس القيمة السابقة زائدة الواحد. خلاص طريقة العمل النوع افضل. تمام? بس الفكرة ان اشنا كنا بدنا نفصل لهذا. زبتت معنا بس ايش الفكرة? يعني الي هو بسرعة الاختلاط. ملين? اله الفنكشن. يعني اصلا ليش توارد اصلا الفنكشن؟ عشان ما تعارف الفنكشنات الداخلية. ولكن استرداني الهفا شلتر. فعليا هذا هو موضوع الوقس. مش كان طبعا. بس هذا فقط هو ااااااا يعني الموضوع الاول. قيمة وطريق التعامل. طريق التعامل الفنكشن هذا كيف؟ طيب. عرفنا بهذا المكان. عرفنا بهذا المكان. ما فيش ممكن تستخدمه اللي هو يعني بهذا المكان تعرفه بس لازم تنديله بك اسم يعني تعرفه بهذا المكان بس لازم تنديه باسم مثلا add count يعني عدف اسم ابداكياء يعني اي شي مثلا او اي function او اي اه احنا شو اللي سوينا هون هذا الاد count جعب اللي هو هذا سمي الاسم ابداكياء مثلا بهذا المكان او هذا المكان او هذا فانا او اوضع وهذا سمي اي سناد يعني اي متغير يعني الاسم هذا المخلوق هذا الفانشن اننا سميه مثلا فنك, نتعرف ان هذا الفانشن تكون ان اكتب استخدام هذا الفنك مربوط تماما مع هذا المتغير وهذا المتغير يبناء على يقوم ارجع وحافظ على نفسه قيمة فهذا تجد تضيف قيمة بداية في انت اذا يريد تطعطي قيمة بداية هذي حالة تبقى ممتازة لمتغير وهذا المتغير مثلا يعني اه طبعا هو افضل مثال وموضوع count. كمع؟ اوضع مثال. عشان تتضح الفكرة. كمع؟ لكن هناك طريقة عملها. هذا count دائماً من نفس قيمة الكاون. كل ما زيّرت قيمة count تغيّر بهذا المكان. فهذه الفكرة انو ايش? احنا بدنا نصل على الفكرة. طبعاً لماذا نبدأ من الصفر؟ لانو احنا اصلاً نعطينا قيمة صفر. فاني تعطينا مثلاً قيمة خمسة من البداية مثلاً على receive. فمنطقياً نبدأ للرقم خمس. كمع؟ فهذا يعني هذا يعني بس يعني فيهم الحالات الهوكس. اول حالة ن Human بس. تمام؟ هذا المحاضرة التمادي ما دي labs نعرف ال Use effect. شو بتستمد منها؟ المرة الخيرة متغير مربوط مع function. هذا هو ال function. تمام؟ هذا هو ال function. وبس ان شاء الله cuidado اشتركوا في القناة